موسيقى قلت فريدريكا لعنات السبدال بخصام نشاهده قبله في الفنطق أولاً هدرت معنا بيلا قلت لغرفة يلم بل زينة التي تنالت حسن وقلتها وقلت لها وقلت لها فجأة زينة مشكلة المرأة وعمرها كانت تخيلها أنت في وسط الأمار كانت تخيلها صغيرة في أولاً من عمرها قريباً وشديدة الجمال كانت تشعر الأشقر الأوحة فنية وفكرة 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 أن خالد يعمل حسنت بالضيق في داخل رائحة أن شخص يقدمته لأنه رجلها لا يوجد مقارنة بين خالد كان ضعيف بيض بزاف شعره حمر نظرات ديالو وبنت لها زينة منفرة وخبيثة وهو كيتفحصة وكأن الناس لها لم يكن لها فريديريكا مهسمة بالرأي ديالو فإن أتخذها بلص نبيلة وجاءت الموافقة ديالو مهززة متعاجرية من رأسها وكأن الناس لها وكأن الناس لها تحدد الجنسية وبعد ما سمعت الموافقة سلمت لهم زينة الجواز وقعت 3 ورق خاصة بالعمل ورجعت مع نبيلة التي غدرها الحماس والسعصبية خاصة من قتلها زينة نبيلة خايفة لا أعرف ما يطلب مني في هذه الخدمة بالضبط لم يكن ترى نبيلة خايفة وكانت تلك الساعة في الفتران لم يكن ترى لم يكن ترى صغيرة لم يكن ترى صغيرة لم يكن ترى صغيرة وجهة الأحمر وحسن أنها تجعلها خايفة ولكن هذه أول مرة كانت سافر بوحدي ومعنى صغيرة بأهلية ومن يمكن أن ترى خايفة وجهة نبيلة في وجهة البارئ شوفي هكذا خدمت بعد تخرج ديالك عادي وعندك خبرة وخاكك في أمور الخدمة في مطاعم بحل بحل نبيلة ستخدمي عادي رجعت نظراتها للقاس فام جديد شوفي لكيش مجلدة بعد تراجع سوف تتخدمي وصافي سوف مات زينة بالسلام هي قد تتراجع في المقاعد دياله عارفة عارفة أن بابا خاصت الفلوس ورجعت مع نبيلة بعد يومين وكان باباها أحساب وقناعتهم بحجر يلغيها بالفترة كان باباها حسب القلق والإنزعاج بعد التغيير في العمل وقاك يوصيها بأنت باش نتابع نفسها باش ترد لبالة راسها وتصل به بالسمرار باش يطمنها لها كانوا صامتين خلال ديكساعد يلصفر والحل هي نبيلة كيبالها غريب تش كاسف انها يمكن بقيت فيها لانها غتفرقها مرة ما ركت المحب حل لك ترقبها وحشي حاجة من الحزن والقلق في عينها حسابني كنت كتبت دعا في الميناء قلت لها زينة سوف نتصل باش نطمن على بابا لا تتسجدك شلي تفقن عليه إلا تتصل بك خالد شرحي لي وخليه فهم السبب اللي خلالي نقوي لهذه الخدمة وطلبي منه انه ما يغضبش مني وأنا اللي غنت تتصل به كتكتبت منها لقول ساليه بنفسه لكن كم ما قلت لك صافي ضروري ستقبل الأمر حدناتها زينة مودة لها تمنتها نبيلة بسرعة كأنها كارها ذاك الحضن شفت فجاها هكا بسرعة تشوف الخاطفة وهي كتتودها وطلعت زينة اللي أخت وطلعت هكا عندها لكي تتلوحها وطلعتها بسرعة وطلعتها بسرعة وطلعتها في البحار وطلعت لها كمطقيق توجه الميناء أثينا اليوناني هي اللي ستكون أول محطة محطرة الرحلة ثم يتسقبلوا المزيد من الطياف كيف مسبقه وخبرتها في واحد من أحد الصالونات اللي اخت العملاق وطلعتها تحضر الطاقم الخدمة كان جميع فتايات ومحطن شاب واحدة ورجالين مختلت هكذا كلهم بحارة وطباخ ومسائرين ومعهم أوروبيين كانوا خاليد من جلسيات عربية أسيوية وأوروبية ومعزهم مزيدة وقد كثرت بدينات من طلعت كانت نجلة صاحبة خالد السامقة ومتلتها من نظر بسخرية وعينهم حتى زينب وجهها كحمر جين بس انها تشوف فيها فيما بعد هي واقفة كتسن الأوامر والتعلمات الرئيسة التي كانت تقلسها لمقعد وسير ودرجة فقرجة لابسة أكثر جين ممكن تشوفها في حياتك كانت تحس بألم لها يطاق في المعيدة ومرغبة انها تقية حسنت بسودة مرامة محسس بها حاولت تتماسك تحاملها لنفسها بشكل مزمين ومظهرها كسية قدام رؤسا ديانا قالت فريدي كام داك الصوت ديانا وانا تشوفهم سعالي قادي يجو عندنا ضيف خرين فأتينا نبغيت حتى خطأ هي كتتهضر والألم يتزاد في المعيدة ديان زينة والحرق يتصببها كالجمينها بارد لا تستطيع أن تتبع ذلك ما تقول فريدي لك حسنت أنها سوف يترجع حسنت تتبع ذلك كتير ميدالي من دراسة لا تستطيع الإذن منها بسرعة تجري خارجها من السالون ومن الحصة حدها تم بكين واحد السالة لديها المهلة مهمة لا تتبع لها مباشرة تجري في جوفها حسنت شيء واحدها يدعي لكتفا وقال واحدة البنت بالإنجليزية كانت تعاني من دوار البحر كان يجب أن تأخذ ذلك قبل أن أخرج الرحلة لم يكن أخذ ذلك لم يكن أخذ ذلك بل أن يرى الدهنة وقفت مدينة وقفت أخذ ذلك ممكن أن تكون كفتها فقد أخذت ذلك البنت وقتها وقفت ذلك إليك في غرفة الصغيرة في الفجوم كانت أسياوية وجهة لطيفة بشرة ناعمة بحل العتراري الصغار وملامح معروف بها الجزء للأسياويين سميسي تشو نحن نكون في هذه الغرفة وبطبيعة الحال لا نستخدمها إلا أن ننظف نفسنا فقط لم أفهمت زينة كيف تصنف نفسهم ومعروف بشرة نحن نسخة لتعلم المتقلة لتأكد تشعر لحفوات المعروف بها ونحن نحن نحن نعود أن تشعر لتشعر ويصبح أن تكون مكان جميعا فقط لا تشعر بالألم الجديد وفارقة بطبيعة الألم الأخرى كانت أسعب أقصى على قلبها وعلى عقلها دخلتها لاتشو يلا بالكاد لابسة سيلا لابسة واحد العجيب قصيرة بلوزة بيضة شفافة صدرها كيبانها كاك شاهدتها زينا ضوضاتها كوجهة بصورها حي يا بنت وحشبت انها تشوف فيها قاتلت لاتشو بلا مباراتوية كتشير لها الخزانة وصلنا الاثينا يلا غادي طلعو دياردة وغادي تقول فريدريكا كأيانينا لتعطنا يلا سربي خلاص دووشات زينا بصورة حيث هذه الاثر العلق قصب الزن ديال ما هو التجميل قادة دارت لمسها تخفيف على لوشها لتعطي لديك الحالة البائسة لما انتبه اليوم قدم رئيسة ديالا البارح قفات بثوهون كتشوف الحواهج اللي ملمو فصارة انها تلبسهم كيش بهو تماما لدكشي لابسة شو كتشوف مخلو عمدعورة كيش هذه الحواهج الخدمة كتشوف تقلب في الخزانة مغلفة وكيش بلاستيك قد تخم اخر بنفس المواصفات في الون مختلف حلدك الادراج اللي يسمى كتشوف تقلب فيه قسم ملابس داخلية ديش ميزدون وش حلم حاجه هكا قصص على الارض ومازالة ديال الفوطة ديالا قد تفكر شنو هاتش هاتش اكيد ماشي ديالي انا هاتش يكون ديال شو او لنساو ماشي حد اخر بلدك الادراج ومشيت الحاقبة ديالا اللي مازال محلاتها خرجت من الحوايج لتلبسهم ومدك ساعت مشي تتحدر مع فريدريكا فورما خرجت زينة من الباب تلقت نجلة كانت دايزة من قدامها اعبسات ويكاتشوف فيها لابسة نفس الحوايج اللي كانت لابسها وتشوف نفسهم تماما اللي معلقين حسف الخيزانة ديالا حسست بالقلق عندها كانت تكون فريدريكا بغاية حسنية تلبس بحالهم وقفت نجلة مني شافت اقربت منها زينة بتردد كانت على امل انها تسعونها ولا ولا ما تاخذاش بدين بالنبيلة كانت خايفة منها تكون عرفات واختبسها الخالد حسنة صافة لابسة عليك وقفت نجلة كانت تتأملا بهم ومدك جاوبت هاش ورجعت زينة كل ما سمعها كسبها عن سهولة كان شي حاج عافك وي شنو بغيتي حسنة جينا بالحرج قتلاوية تشير ذاك شيري لابسة على قبل هاد الحوايج وش حتى انا غسي لبس بحال هادو جاوبتها نجلة وياكت طلع فيها وصبط ماشي طول الوقت سيكون مسموح لنا اللبسة اللي بغينا أولا من اللبسة والو ولكن مجرد ما يبحر لي أخذ تراجعت زينة اللور بصدمة وتبعت نجلة أكلامها لم أكن نظر لك هكذا لم أكن تلاقيتك المرة الأولى لم أكن كسباني داخل سوق راسك غنية وليس كذلك أخذ تكون هنا كيف تنظر لكي تأتي بلاسها جاوبتها زينة بسهج ويكتبنا أنه لم أكن تأتي بلاسها لم أكن تأتي بلاسها ضيقات نجلة عيني وسولاتها وش عارف خالد وهذا الشي اللي وقام الحسب علمي هو مسافر شحبها زينة وتفكرة خالد نسيت وفخدم هاد الشي اللي وقع لها والمرض ديالها البارح وصدمتها بهذا الحواج لخدمة لا ما عارفش توسع عيني نجلة بصدمة وش حماقت هذي كل مالها سولاتها زينة شنو كتقصدي انتي يا عمرك ما يجي خدمتها هاد الخدمة من قبل ياك وش عارفة رغمو ما كيرحمش لكي خالف الأول مردياله ظهر عدم الفهم على وجه زينة مفهمت شنو علاقة خالد بهذا الشي تابعت نجلة وجهها كتشفرب جهلة سؤال زينة ولكن وقلها كحسن نيت هي كتستحق دكش لغي وقع لها من خالد تفكرة زينة ذي كل اللحظات اللي كان خالد فيها كيف قد تقدر على التحكم في أحسابه كتقلم ملامح وجهه اللي كتولي موتيرة للرعب كتقلم لشخص آخر مخيف سولاتها شنو اللي قصتي شنو اللي ممكن أنه ديره غارس عارفي من مسك من غاتشوفي وهو غارس يطلقعنا فريدريكا ما كتقدرش تصغني عليها بزات غمزازة بطريقة واقع ح خلطة الدم كيتش بمدفع رقزه نوصولاته من فعال واش غارس يطلقعنا خالد حالد رحلة شنو كتقصتي بان فريدريكا ما تقدرش تصغني عليها واش بانتو بشي حاجة يكي مزوجة رفعت نجلة حواجبها بدهشة وقالت لها بسخرية وقت اضحك واذا تذكر من نيتك واذا أريدك أصبغي الشيطان اللعين لا يكتف أنه يجعله المنت عشيقته يجعله يجعله يقتح مقلبه باستصيطرة كله ونسأله ونطيقه بكل رغباته مثلنا وصوته بداكيرتاش انا لم اجعله انا حطيبته ونزوجه عم خريب شفت فيها نجلة بإشفاق خالد خطاب وتزوج من نص البنات اللي كان هنا على الأقل إن كانت هذه الطريقة اللي تخليهم يستسلموا لي والقاء الزواج عرفي سوف يتقطع من بعد ما يقضي الغرض وكأنها لمساكن زينت صدمات بسكة تغوط تكتابة قلفت نجلة هكا على ليمن ولا شمال بقلق ودفعت زينة لداخل الغرفة وصدت الباب هنزلي صوتك حسن ما نتعرض للعقاب قلت زينة في نص دي الغرفة وكتت أرجح من الغضب والخوف تسولها سنجلة شوني كتتسسري بي سبب وجودك هنه؟ على قبل الخدمة بان شوية من الإدراك الصعادة مع وجه نقل وصولها بشكل وشنونا وعدي لها الخدمة هذا في ظنك؟ وجابتها زينة بسحدي ولكن دي قلوا اقتراها الجسد لكن كيتراهد موضيفة هستراسة بدوهن؟ موضيفة 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 جابتها جلا بقصوة يتخدميه في الدارة وجهة زينة وصفر وصفروا بذكيبيات وجهة الاموات جمدة بلاسة وجهة حولات الحجر مروا لحظات لا يمكنها انها تستعمل بمعنى هذه الكلمات داك العقل ديالة المصدوم كيحاول يترجم وعاجز وكأنها تحذفات من القاعة موصلت وثمات كتتسولها بخوف شنو كتتقصدي بالدارة عزادت النجلة عرصة باش فاق كتعارفة انها حقيرة ولكنكش كانت خير انها تغدر بختها كما سبق وغدرات بصاحبتها احنا كنا اصحابات تعرفني على خالد ومشينا وكأنها كانت صارع وليه في النهاية كتشفت الحقيقة تمسمات كيف نبدوه خالد وهو سكسات تكملت نجلة بلاسة بكل موحدة بطيئة خسارقات قلبها كتعالة تكين كي يخدم في الضعارة شاكات بحل لك تلفض النفس الاخير تحتها للفراش والضموع يطح من هيلة ونجلة نتابعها وفريدريكا شوراكاء كي يديروا شبكة دعارة دولية بعد ديك الصدمة دياله المضوية كتك تسمع اولا كتك تحسمها عنه تخدرات كل حواسة وفكر واحدة كتغموت في الداخل ديالها قلها اختها وخاطبها كيف اشتروا به هادشي بشكل البعيد كتك تفكر فاقلها كتسترجع كل الشواهد تخطبها خالد ولكن ما خلاش تلقى عائلته كل ما يربطها به كلمات حب لقالها كلمات حب نظرات غزل ما كانت إلا جزء من عمليات الاغواء اللي تعودها لانه يديرها كي يجند بنات وكانت واحدة من دوك البنات من اسمها ليه فكرة سمارارة كيف اشتصورت ان واحد بحاله يقع في الحب ديالها هادية بهاد البساطة ويظهر كل المسلوب قدامها واللي علمها كتر وخليها عاجزة انها تصدق هو نبيلة اختها واللي علمها كيف اشتاوها قلبها انها تدير به هاد شي شنو اللي دارت باش تحقد علاز على هاد الحد شنو اللي دارت ستتخليها تقرر تهجر بجسد ديالها تقبيها النار وهي غادة بها لديك الطريق حتى وصلت لأسابي الدال هنا باش تواجه هاداك المصير ديالها البشاع وقفات زينوية لاسقفات ذاك الحيط محدى الصالة الكذير اللي سبقوا جمعات فيه مع فردريكو والبقية ديال لبنات كتفات ذراوحها قد طمص درها كالتظهر عينها في الاساد اللي كانت تحرك والمنامح ديالو منطموسة داخل عينها اللي مدعورين وما فقط قطع من اللحم شبه العاري أصواتهم خليط من التحكات وذيك القرقات ديال الكيسان قدراش تحجج بالمرض قشكي نافع معها وجه الأم أنها تنضمن اللبنات مشات تشوف الحجرة قلت لها بجافاء ساخر رأي سابعة تقول لك أن المرض يطول كثير من القياس وكتنصحك تخرجي خلاص لأن المرض جاية سوف تأتي والذيك الشخص لا تعجبك نوع عمله بعد ما خرجت قفزت تقلب كل خليفة الجسد تترحد بالخوف ماذا ستفعل؟ كيف ستقدر أنها تقاوموا وتخلص منهم؟ قتلها نجلة لم يكن لديها طريقة إلا إذا كانت جدا هامضة العقاب التي يلحقوا بها أشد من أي عذب ممكن تشوفه أو لا تخيله لم يكن لديها سابع أخر من غير أنها تطوعوا وهذا من السابع المستحيلات لم يكن يعرف أنها تحت المراقبة إلا من قدر منها قامت بها زوج فريدريكا لم تكن إلى تكب وكن هناك نظر منه من خلال التسامة مجمل الشخص لم يكن لديك حلالة وكنت الخيارة مجمزة يجب أن تقوم بالطيوف وقوبي بالخدمة التي تقوم بالسالح ترى عدد شفتها لها السفل وكانت على دب تبكيها تنخصص بحالك تتوسل العلو وعساس بقافي عفاك لا ترجع لبلادي اعفاك وسوف أرجع لكم فلوس اللي اخدت منكم لا كانتش عارفة كيفاش غدين ترجعوا ولكن المهم انها تهرب من هذه البلاثة وفي اسرع وقت سكت اللحظات كيشوفها بعيني كيعمرها بمطرة غامضة وقال الحاجة اللي خليها كتنصاف وش عارفش اللي هيقاب اللي غدي يوقع ليك لعصيتي الأوامر نعم عارفة خبراتها نجلال هدك الشي اللي كيديروه اللي بنات اللي عصاو أقلهم وأرحمهم الضرب والسعق بالكهرباء يا شي ما تقدرش تقبله ولكن عارفاش وش هتقدر حتى تتحمله ولكن الأنهل هو التهديد أنه ينتهك الجسد دياله خبراتها أنه عنده بشي طرق بالاقتصاب لا تتحمله حتى ذيك العاهرة تتكدت وصل لي مرة أخرى حفاك هسيت يا عفاك أنا ما نقدرش على هادشي أنا ما نصلحش لهذا الخدمة هاد يا عفاك بلعاد طريقة وسابعات بهمس لعله وعيسا بيسمعها ويا صورة حية مرة أنا عمري ما درتهاك وعمري ما غادي نديرها أنا ما جيتش هنا يعلق بالهاتشي يا عفاك شفها بصخرية باردة وعين يكلموا صح نيس يا صاحبنا المشارك عنده شي زاف سير أخر أجي معايا شانت هكا كتشوف في شانت تبقى صبع دياله بحديك المخالب وجارة جهت واحد الباب جانبي كيدخلوا واحد الصالون صغير وأكثر حاميمية بك يوصلوا الصوت ديال الموسيقى وقعوا الغوات غشوية منه وانا وجدت هذا الضوء الخافض شفوا جوج الأسات ما كان عرفت للمرأة كانت فريدريكا معاها شي شخص ما ليس عرفته كانت تسنى برجل أنه سنصافد وانا كانت تسنى أشياء رد فعلي ولكين لا شي شفت زينة بحدي وها كويت ويقول لها يدنو حد المشكل كانت تسنى ردت فعلي لفعل ووتيجها فريدريكا وكانوا ما هو واقع هنا ؟ اشار زينا لدسكولتها مع هاكب الألمانية ما فهمت زينا ويلو بقوجة فريدريكا على هدو حتى قلت مجاكلة لدك راجل اللي قالت حدا بتي سامات إغراء اجتسمحنا بطقيقة على نفيراد حبيبي قفض كراجل المبساسم وخرج سد دهرج لها الباب وسد ذاك الباب الجراب وارجع لهم سولته فريدريكا باللطف لا يموت بصيلة نظرة القاسوة فاينة شنسية مازال عدراء رزت زينا راسا ولكن انا قاعد على سفريدريكا بإشارة سماء الميديا فانس ولكن اللي خسكت عارفين ان الخرج بالنارها مستحيل الواتش فايفا باستغرب ما خالد متعودش لانه يورد لي بحل الشاكلة ديالك ولكن مش مشكل الوقاع وقاعدنا زابوا المناسب لكم بعد تكسا عادي تتعودي عادي نعلمك كل شي بلا ما تساعد بلا ما تساعد بي بلا ما تساعد بي بلا ما تساعد بي فاينة ضعف وقلت حيلة عفاك اللي خليدي جاهلتها فريدريكا وشاف صور عجلها عارش نخص كدير جاهلت لريد قد احضروا لغوات 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 وكل شي تربعه ودع بصورة بصغير وش ما تقصني بخالي بلا ما تساعد بي فريدريكا وخارجين وندك الغرفة الصالومية كانت تفكر بأن الصعبة في هدية النهاية وكما يشتحون على مطاوة من الطعام ونقوم بتسليفه في الغرف كليل الطياف كنقسيقان لها ومقادر نزيد كتشار الفرش لها بصعوبة حيث انه يتطلب الحجر بمماره وكيف تصحيب عليها وكيف تصحيب الطعر ان تريد ان نحاول لديها وان يقدر ان نقوم بتحديدك داخل الغرفة كانت خاوية اكبر من الغرفة اللي تخصط لها بعد شام وفيها فرش كبير وفي الحيطة كانت واحد البار وفوق زجاجات الانواح الخمر ودفعت المبقوة وخرجت الباب بدور مفتاح من البرة قد تقلب اني ستخرج بكين ستخرج بكين والو وحتى اللي كان كيف ستتهرب من هنا قلسات كاتت لنا وعقلها المفزوع ما حابش كتتصور الاهوالي ممكن انها توقع لها دقائق ستصح الباب كانت شو معها وحد الراجل من رجال مفسول العضلات من الحراس فريدريكا كانت شو هزال احواج ديك العمل مقزز زيزا القفاس قدامها بنامح خالية من تابير وتلبس منها انها تلبسهم وصعتها الحواج اللي لابسة حاليا شف زينا في ذاك الحال يسبو واخلي الله قل يخرج على تلبسهم جوباتها ماشي مسموح لي يخرج الوجود دياله ضرور لانه في حالة رفض ديالك خاصة لأوامر وهو اللي قد يتصرف طريقه مثل احواجه كولتت كتصفار وكتصخضار وكتصحمار وقالت باخر ما عندما تصميم قوة لا يمكنني نبتل حواجه قدامه اطلبت شو من الحارس وحالك انه يعتاب ضروره مثل احواجه بصخرية ودارها ككب ملل حسبت زينا بملابسها الداخلية كاملة ولبستك الشميس الابيض الشفاف وذيك العجيب القصيرة اشتغلت فيها سبت شو و هي كتجمحها و هي اشتغلت معها و اذكرتها و هي كتشير رجلها و سبات هذه هي سبات ديالا سبار ديالا اللي كانت لابسها و لبسات ديالا الكعب العالي حسات فورا بالقدارة والملا صافي ولا سبحانه و دازل الوقت سباطي الهزينه و هي كالسة واحدة كتتحسب الروح ديالا كتتسلم الجسد في كل دقيقة كتدوز منه اتمنى تلعو تصموت الموت ارحم و اهون من هذا الشيطين مع دومي بطامير قوعينات الوقت على الباب كتتسمع اي حاجة ممكن تصدر على ذاك للباب اخيرا القزاس مضعورة كتتقلب على بلاسات خمبة فعلا بشات الاقصى ذاوية كي نبديك الغرفة باشي حزامي بها تخلي بالباب رجل ضخم وجوه حمر و رضا عز مقززة كيتحاك فرحان ماء انشافة بحل القلهادية دياله اللي اجباسه كل ما شافته هي كاي تحسبه الطهر و كان هو لاعب داك دور الصيات مقابل فريسة ضعيفة كاي تلدت بسعديفة بغي يلعب بها قبل ما يفسارسها تقدم بالغرفة قلس بودو و رويه على واحد الكرسيس بمحدة الباب تكي يشرب كاس مورح كاس و عينيه كايشف فاهم مكر بلا ما ينتقل حزاك الماء كيشوف فيها و كيوزنها و كيعمرها و كيرق بحركاتها العصابية و هي كتقيس المسافة بينه بالباب عينيه كان هو عارف مني دياله ديال نورو كيدحاك كان هو الاقرب ناليه و الى فكرة كانت اتاره بتجريه سيكون هو سابقه في خطوتين فقط اخيراً بعد ما مللنا ديك المراقبة بدك يقرر بنا بخبط قرر ببني ما عرفت زينها شنو غادي تدير ما عرفت ش اللهجة يلوني انا بلاد حتى ولا قريب لا ما فصل بيناتهم إلا بدع سنتيمترات و دار بيناتهم و حت سراع سراع رغبات و رغبة مقززة في أبشع صورها تمثلها في هذا الكائن اللي كتشوفه وحش غير آدمي و بير رغبتها في النجاة بحفتها و طهارتها قدر انه يزب سهولة رغم النجاحة انها خدشت الوجهه كامل و تفارها ولكن في الاخر هكاك الزور مع فق السرين دفعته برجلية هكاك من صدره بقوة و يكاك الغوت اعتشفتو كي يطح اللور مع طاح الصدم ذاك الرأس دياله بديك الحفة ديال الطاولة القنطنيشا و طحت بعد على الأرض و الدم كينزف من المؤخرة ديال راسه بغازارة و جسد دياله مد و عينيه بقوة هكاك خارجين ما ضيعتش الوقت خرجتك تجري هربانة و هيكاك تسول وش مات وش غيفيق وش غيلحقها و ذاك الهرب دياله بديها إلا الغرفات المحركات صارقها تحردات كلها تنزف و حساق الباكة ينزف ألم يا ربي يا ربي العالمين نقرقت لسون يا ربي قالت بأسل لذاك البحار العربي اللي واقف كي اسماريا و هيكاك تعود له الأسباب اللي وصل لها سالهنا ما عرفش ما عرفش خليتوا على الأرض غارق في دمه إلا الماس قد يتسجني قد يسلموا كل شرطة باش يخليوا المسؤولية ديالهم قد يوفى دورا معشي شكورة من الأغنياء رجال أعمال معروفين ممكن شه يزل مد يالوم لمحاسبة كسكاس بكي بحرقة إلا تقدر لأنا تخرج منها ماشي مشكل الله و مستجنوا لها الحالة من ريتها وحد ما عاد يتصدق أنها كانت تدفع على نفسها و هيكا تخدم هنا شكولة قد يرحمها قسل بحار هكا على ركبه كي يشوف فيها و يكتلفي عفاك عاوني نهرب عاوني الخرج منها عفاك ما عرفش كيفاش غدي نعاوني و لكن نحاولك طريقة و عفاك اه خصدشي قمي عاقوبك نرى وجهها من نظرة إشفاق لعلا و عسائد المساعدة لك سمحي الدنب الخدم في هذه البلاسة المنبوئة قفعك على رجله شوف يبقى بلاسك لا تحركيش أول الأثر دم على الأرض هي اللي خلتني يلقاك هنا و غد يرجع مني غد يلقى طريقة لكي نعاونك دعي الله باش ما يعرفت أحد أنك هنا و لو ما يعرفت أحدك شديد أرسي حسن قدر نخرجك منها على الأقل مشا من قدامة ورجعت هيك تتخبس حتك الأخطاء تطلب الله أن يقدر هذا الرجل أنه يعاونها و هذا الساعة ساعة عشرة ورجع وهو يبتسم و يقول لها حبتك عجيب أكد الله يبغيك شفس فيه بلحفة ينقى أحد القارب الشراعي ينقى أحد المجموعة أصحاب عرب الجنسية ينقى أحد فيهم تصاب المحركات و ينقى أحد العطل و ينقى أحد القبطة ينقى أحد المهندسين يعملوا فيها و يتضعوا على الاستفادة و يتضعوا على إصلاح الواصف و الواحد الذي سيشريها من السرد و أنه سيرت وتركبها لأنه سأقتل أستطيعوا نقى أحد كببطة ويقوم بمشي بلاسه ويقوم بشرب كثيرا في الليل ويقوم بمشي العين حسست زينب الإشراق وصولاته بالأحفا ويقوم بمشيه مع الفجر كانت لم يكتشف في ذلك الشيء حسست معني من هنا هذا الشيء كان يقدمه على الأقل ساعتين ودفع الرجل بالفافة كبيرة من يديه ويقوم بمشيه ويقوم بمشيه الساعة كبير حداء من أجل ويقوم بحكم وقد رجلت جديده فعلم شواهو أسميسك وأنها طارق سنações أسميسي عبدالله من الوردن ويوجد بحري ومشيه كثيرا والحديث على أن يصرف قريبة من عمرك لا تتمنى ان توقع في شيء ورطة حتى لو قاعدت كانت من ربي جملي من دليل العام سلو الدموع اللي اخذوا وطاط اترت بذلك الحالين اللي في صوته وحسنت براحة غامرها ووثقات بأن الله لم يكن يخليه أبدا فالبحال هذا المصير قرب لفجر قبل ما بدأ النور الصباح يبين جاء عبدالله كما وعده كانت تقال بسدك الحوايج اللي اجابهم اللي احسنت براحة لان اخيرا انت خلصت من الحوايج اللي اجابها اللي اجابها اخرج عبدالله قبل ان يتأكد من ان ان يتقال تحت دمكين على السطح سوف يشوفه ايكا تنسل هذه الزورق وتم سخطوة الهروب بناجح وتخبات زيناء تحت غيطاء من البلاستيك دقائق ونضم لهم عبدالله وبدو في البسيعات لا يجب ان تغوز وفرحة يلا تخرج من ذلك المخبأ ولكن عبدالله تبقى حتى يكون دكتور حتى انه طلب منها انه حتى يوصل اتبقى هكا كمخبئة حتى يأخذ ذلك الرجل ويبعد بهذه الخروج لا يمتج لي غامر يخبر ذلك الرجل باللاعونها خوف من المسئولية او لاياء يسلمها للشرطة قالت له خوف ديني دونك البوغ الميناء ويجب ان تكون لديك الباسبور ويجب ان تصرح من الخروج من المرفع لا اخذوا لي ورقي كلهم من خرجنا من البول هذا ما يتوقعته يجب ان تجعل اليوم بأي طريقة ستجد الشرطة تستطيع شدك بسهولة مدام ما عندك جوال السفر وعندهم جوال السفر وطبارتك يجب ان يتوقع على القارب لما يعرفوا اصحابه بالوجود هنا يجب ان تلقى بلاسة تخباه فيها ويجب ان يدعى ساعة الرجل المتعجل بغي بحرب القارب ويجب ان يصلحوا ويطلق به قارب سريع ويجب ان يكتشفوا الوجود سيكونوا بعيده بزاف يعني ممكن تخاطرها على قبلك صحة انه من يلقاها ما تقول لهم وينه على البلاسة وتخسارها اي حاجة اي كذبة حتى ولو انها تقدرت تدعي انها فقدت ذاكرة ورجعت تسولها سبقا لك وشنو اللي قد يوقع لي من بعد جوابها بصرامة سمعيني مزيان اي حاجة وقعت لك من بعد اتكون ارحم من ذلك ما تتعرضي لي مع هذوك معدومي الضامير ومن السجل اللي تقدري تقضي فيه بقية عمرك ورجعت تسولها سبقا لك فصاردوا انني لقاوني على ذاك القارب شنو غديدي يوقع او لا يكونوا اللي في ذاك القارب حتى هم ابحال هذو اللي كانوا هنا كان كي طمنا بعيني رجعت تسولاته وش معنا شوفك شمرة اخرى جسم اللي ابحالان اماوي تفكريني بالخير وطلعي في رأسكم مزيان ولو علاء امطار قليلة من القارب الشراعي وكان تسمى واحد رجل طويل واقف شد واحد الحاجز للمركب الكبير وكانت الاضواء اللي كانت تصدر من ديك الكشافات القوية مورا كتبين وبحدك انطل اسود بلا مهالم لوحاته زين اللحظة قبل ما امر وعبدالله انها تغفرها توقف ذاك الزورق الصغير هذا المركب الشراعي يحسس بالزورق كيميل وعبدالله يقف ويحيي ذاك الرجل بلاهجة الاردنية ويلقى له ذاك الحبل سمعت زين الراجل يجاوبه لتحيياته بصوته عميق بلاهجة مصرية لكلها وقع المصير ويحسس القارب من المرة الاخيرة وعبدالله خلاه بعد اسواتهم بشوية 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 خرجت زينة من تحت الغطاء وقفاتها ككتر النح حيث تصبح الموجة الامرهيبة من ذاك الجرح الساقة لتصبح لي ذاك القماش ديال اللبسة اللي كانت لابسها شافت واحد المقاعة كبيرة ديالة ملسر ولكن الناس حاملت على نفسه تلقت داك السلم اللي كان اعلى مما توقعتها حيث تلقت راسه على السطح وقفات من دهشة تتأمل مكانش المركب كما توقعته كيشبانش لديك المراكب الشراعية اللي شافتها من قبل طول دياله لا يقل على ثلاثين متر ولا تقيل الفخمة دياله حاولت انها متصدرش تصوص تلقته على السطح الخشابي لكي بده رحلة البحث على بلاسات تخبه فيها ولكن المعدة دياله كان لها تفكير خاطئ تصدر اصوات مزعجة كانت ذكره بان ما كلا سواله من الصباح للبارح ويعاد عتشانة وقدره طول الوقت اللي ستخبه فيها يعني ضروري لا تقل شي حاجة ولما تفكر في العواقب الدكشليدار نزلات ودرجات والقلب من المركب كانوا الأضواء خافتين ولكنها قدرت انها تميز لديك البلاسات القلاس كبيرة فيها الأراكي المقاعد الجدلية الوثيرة وكانها ليمينة وحد المطبخ مفتوح لحجرة القلاس في واحد البار ديال الخشب فقر خامة كتل الماء بلون العسل توجهات لديك تلاجة الكبيرة واللعام رياله كايسي لش حل في هذا الجوع ما عرفتش مش حبيل لفع الجوع لديك الدرجة حسح اللاسو وشافت كل مالة الدواطة من اللحوم دجاج أجبان أنواع و أشكال معلبات ما عرفت شنو فيها خلعت هذه الخوضة اللي دايره قررت انها تأخذ شوية من ذلك الفاكهة وشدها معا وتخبفش بلاسة قبل ما يحس بشي واحد بالله كاينة وتأخذ شوية بشوية بشوية باش ما يتعبوش بالله شي حاجة تفقدس من ذلك الماكلة اللي كاينة سمعك فعلا لقيت واحد طبق وبدأ سكت حط فوقه وصدات الباب تلاجة لمحطت واحد ثلاثة فعلا الخبز فوق واحد الخيزانة يلا اتمزيدات سمعت الصوت الباب كيتتفسح وكيتتغلق تخبات تحت الباب بسرعة ولهنات لأساعد الجوع ديال اللي شبهت سمعت صوت خطوات كي قربوا من الحجرة بين انها مرة من ذاك الكعب ديالها اللي كتسمعوها كي تقطق بحل كي يضقها تلك الارضية الخشبية حتى سمعتها كتسعيت ادم ادم كانت كتسعيت الاشي واحد اسمه ادم وتابعت باللغة العربية واللهجة كلها غنج ودالين ادم حبيبي انت هنا وشات زينة كتدعو ان ما تدخل تلك المطبخ وترجع الحجرة دياله هل هي فاي قدابة كانت لدينا راسة لغاباءها وشش تلك المرة كي مات سمنات زينة الحداث كانت كتشم رحة ديال السجائر كانت ردت بكي كانت شرق الشمس بعد شوية وهذه فايقو وغاديكساشفو الوجود دياله لو ديكساعات غاديكساشفو الخطط الهورب قبل ما تبدأ دقايق سمعت صوت ديال الزورق ديال عبدالله كي يبحد وشي حتى ينزل في ديال الدرجات الخشبية حسن الغرفات الجلاس صوت الراوي كان هو نفسه الذي يستقبل عبدالله على سطحها تحركات المرة اسميسا جاليلا وهي كانت تقول لبونج مقدش نعس بعد المخاص بيانات المعارحة بشيت الغرفة ديالك لقي سخاوي وقلت انك ربما سكون بحالي حسن تستطر عليك الناس جوابها آدم برود لا لا أنا فقص بكريحة المهندس اللي تلبسوا بشي عوني كنت على موعد معاه رغي الله مش دعمه بلن أن جاليلا قررت وقلت لبونج البرود وقلت له أعود بدا لعلم هذا محبيبي ما زالك عائلية صفي جليل عفاك كانت شيء ما يصلح لك صورت ناسي رغضين 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 لتحرك خلال ساعتين تقريبا وخسرته يلا رعيتها بعد ما تخسر المحرك كان بغاية يتنمنا وهذا الشيء اللي يصل من الجليلة أخيرا وخلها تحسب الغضب وطلقت لسانة بكلمة سريعة وطلقوا اللغة الإسبانية ونصرفت بخطوات غاضبة وصفرها كما دعو أدم بقوه وقلب حنق هيا لات وخاء يكونوا أميرات من لا يتوقعوا ما يريدون يقولون الأسينة ومصالية ومشا أدم بدوره وستسكون في المكان وبعد اللحظة تخرجت زينب من تحت البار قبل أن تسمشي خدت واحد القرهات الماء وطلعت للسطح كان النور يصبح تحول تسمع اللون الوردي الباهات الممزوج باللول الأزرق الفاسح وخيوط الشمس الدهابية يجب أن تطلب أشياء سعى الماء مشهد كانت تسمع أنها توقف وتتأمل ولكن للأسف خدت القبلة ستتخبفة قبل ما يفاقه كانت تعرج حسن المؤخرة للقارب شهد الخوضة لابين تريعها بعد البحث كان خلا محبطة قاس أخينا وحد الحجرة في صحة سبحة دهر قدرت تكون خاصة في البحارة ولكن تقدرت القامس ومكينة شحة الناس للدخل ولكن لم تلقيتها واحد حجرة صغيرة الجدران ديالة فيهم أدوات الصيف كافة أحجمها استخداماتها أنبيبت الأكسيجين وحد الخيزانة في الباب علقت فيها بدلات يلغط كانت الخيزانة مناسبة لتتخبئ فيها خاصة وأنهم إذا كانوا يبحروا لا يحتاج من بدلة تلغط في هذا الوقت لقيت بطانية صغيرة كافة لتسهل على الجلاس كانت ريحة لفارحة السمك ولكن لا يوجد خيار قبل أن تدخل للخيزانة كانت شفية من الماكلة ومحاولت تقصى صد على قدر الإمكان وخبأت الخوضة في حد الزاوية ودخلت الخيزانة الطيقة وصحبت الباب لتصد ولكن لا توقعت أن تقدر الناس في الوضع الصعب وقاسية ولكن فعلا أغلب هذه الناس تحصل مباشرة كاومة تتعب والإرهاق لم أعرفت كيف حال ضد الوقت ويناس حاولت تقاطف القلصة من الألم تتبسوا عظامها و الجرحة كان يحرقها و يقلمها لم يكن أن تحرك و تخرج كانت أكيدة أن القارب يتحرك و تتساءل ما حال بعد أن تلاقينا حاجة و قد اخرج و قد اخرج من البحر اخرج بعد أن أخرج رغموه و كي نرى كان جزء من الزواج و tap و دوسرة و يقود بلاد من الزواج و من النجوم أن يقوم و شواء مرة كانت لابسة رداء المحر شفاف فوق المايوت السباحة و رجل حساوة لابس شورت و شميز خفيفة كانوا يقربوا من الحجرة اللي كانت تتخبى في عبدتك تتسائل و شو ما ادم و جليلة و شهت بسرعة تتخبت داخل ديك الخيزانة و جرات الباب بجتسده خلت غير واحد الفتاة صغيرة تحسوا من إذا ما مدخلوا لعندها و فعلا دخلوا ديك الغرفة و كانت كاميرا كاستدر مع باب الخليجية و كانت كاستدر معا جليلة حشو ما تريد يشوف نشيء واحد حاميد يدر عقلك حسن زينة بالقرفية في ذلك الوضع هاداك كان كي جاوبة هاداك ليسمي سوحاميد و احد اللهجة غريبة على مثلا ما تشف اللون ادم رم شغول في القيادة و عاد جليلة مصباحوية لسقافي و في راسوني يقول نيكون مازال ناسا مغديش تفاق سالطر نوعد هو كي سعى تطل في العمان وهي عادي بالدل و عادي بالبصرة انا صاحبي و عارف عدد ديالهم زياد دفعاسوا على هذيك المرأة بإصارة لله إلا صافي بقي ماذا بزاف على زواجي منه ما بغيتش نطلق دغية و صافي تكي يشوفها هكا محسارة و هي كتسمع اليوم تصوصوا عيني زينم الصدمة مرأة كتخرج لها و يمازالوا بشارلها سلمة و شنو قد يدير بعد مرور شهورة هاد الصديق الحقير كيفش كي يقول صاحبي هو كي يغوي مراسو كي زينة هكا كمدهولة شنو هاد الحالة من القادر اللي دخلت فيه أيام قليلة ما كانش عارفة بوجود انتشي على الإطلاع كيفش كي قبلوا الناس انهم يعيشوا بحل الحيوانات كتتحكم فيهم غرائزهم كتلغي إحساسهم بالشرف والوافع احصل أقرب ناس لهم حلات المبتلخيزانة بعنف و خرجات تحول دك الدهول و الاشمي ازاز داخل الغدم كيف حدثت في النافذة؟ قال لدك الرجل انها كل شي مشغول إذا نهيذ آمان دابع خرجت ديك الخوضة من المخبأ دياله قررت انها تقوش فيها من ديك الماكلة اللي تسمى قبل ما تخسر بسبب ديك الجو الخانق و قلسات صرحات رجلها اللي مصابة قدام الأرض باشتسراحة كان طعم ديك الأكل اللذيذ كتساكل منهم والعاصر كي طيحاك من فما لماذا؟ لا تنسى شي واحد زي ما رغى يشوفها كانت تساكلها لها رحت رحتها كانت تساكل فيها كانت تساكل فيها حتى تساكل الباب و وجهها خفخشي بدك تساكل فيها حتى تساكل الباب على غفلة وتسد جسد دياله واحد رجل طويل باب جمضت هنا بلاصة و حتى الرجل حتى هو تصدم ذات وزاب شوية تبلد إحساسها تماما قلبها تجمض توقف على الخافقان توقف ذاك الرجل مدهول و يشوفها ماذا كنت؟ قدر معابديك العامية المصرية عرفت لاوي يدياله إذا هذا هو أهدم مقدرت تجابه ليس حتى تتفقيت مع عبدالله على هذا الشيء أنه ما تقول والو أنه شفيفة كانوا بحلة تلسقه مع بعضهم باللسقة ورجح سولة بحدة و بالإنجليزية ما جابته تقدم أهدم حتى عنده وصحبه من درهاج قد يوقف على رجليه كان طويل علىه بزاف هارزاكا و كي تصوه بالإنجليزية و ماذا تصدر الإنجليزية؟ تتراسه بالإيجاب ورجح سولة بغضب ماذا كنت؟ كيف أشطلعت هنا؟ فعجرها زينب لا جاوباته ولا ذاك الوجه دياله الشرس نافي الصبر و كيسحبه من درهاج بقسوة الخارج قد يجرمه حسن المقدمة ديال القارب بقوة الهواء مع السرعة الكبيرة قد يتكدفعها قد يطيح لولا الأصابع دياله القوية اللي جاد بها درها قد دعمها و هي كتعرج بألم و مازال ديال القطرة و القشرة ديال لاحل بسبب حل لا يستيلاح دياله إذا فكر بشي طريقة انه يعنفها شنو قد يدير بيها؟ وش غير شعال اخسو لغيرو حفل بحر بدأت تسعبير دياله وشهو إجراها ببتك اللحظة مقدرات شهالات منطق من شيدات الخاف قد يخل المقدمات القارب و انزل بها الدرجات لحجرة القلاس و اندفع بهاها كاكوص الدهول ثلاثة ديال الأزواج من العيون جوزة الرجال و المرأة و عينهم كيشفوا فيها و هي كتشوفة متوسط و المصامت و جسدها كي ينسافد سولة المرأة بدهول شكون هذه ديالي من يجبسيها؟ و جابها بغضب كيف شغادي نعرفها أنا اللي بغيت نعرف مين جسدي كيفش طلعت القارب ديالي بل ما العرف قال الرجل من ذوك رجال الاخرين و عرفته زينة ذاك الرجل هو واللي كان مع المراهة فذيك الحجرة اللي كانت بخمبيه به هذا هو حامد متأكيد ما جابت واحد مننا سولة نسا ما بغيش تجاب رجعت سولة سلمرة و شنشي صديقة بيدرو تقدر تكون صاحبته ما تساشو و اللي تسبفعت في المحرك وتأخر ديالنا كان بسبابه طلع هذا من السطح و داكي غووته و احد الصوت اللي خلال زينة كترعاد بلاسا بيدرو بيدرو ارجع ادم شوية ظهر و احد شاف منتصف العشرينات و نعمره قوي البنيا و عضلات مفتولة و وجهة اسمر رطيف رغم ديال الدخامة لابس و سلوار ما ديال قصير شورت و تي شيرت ازرق و ديال قمبة خاصة بالبحارات انتم ذاك الشاب بلقلق على وجوه و انطقب دياللهجة دياله المغربية شاف لي بيدرو و ارجع شاف زينة بدهول لا سيد ايمكن اعرفه شو كون هذي ادم كلكم اذا ما كسعرفوهاش موقفنا في ساميناء و احنا تلسيام في عرض البحر كيف الشابان ساكى فجأة على الظهر القارب شو كوني ساعده فيكم ما يمكنش بصر دياله و شاف زينة و عيني بدوك هذه و هادر باللغة الإنجليزية اممم عارفت دبا كيفش يترعنا كان كيشوف ذاك البس الأزرق للابسة و قلبه ودوه و كي يخفي تحسو عاصفة من الغدام لابسة نفس البس اللي كان لابسه المهندسة اللي جاء الصباح لاش يعاوني في صلاح المحرك كثير مخبيه في الظهرق دياله وياك كيف شاد زينة للون دياله هرب و بعد الراجل تكيب الساف و هذا الشيلي ما كانش ديري اللي يحساب يو عبدالله من داره الخطة ديالهم دباول الصمد دياله ماش يداره ويفتحات فمه وصداته اكثر مره بلا ما تنطق بكالمه كانت بحديك السمكة اللي كتلتقت انفاسها خارج الموعج اللسانها العنوية تحرك حتى عدار فوجهة بدور الرحمة تكلمي وش اللسانة مقطع بس كتر عدم الخوف و انفاجرات فيلم كامل جديد تقدموا حد راجلتات اللي كان كثافة في البداية بمراقبة فقط تفع اذن بعيد عليها ودوا بلهشة خليجية باركة صحبي باركة وش بك تشوف شربقة صغيرة وخيفة ومصابة تهدن؟ كيفش يا صحبي بغتيني تهدن؟ كيفش؟ وإلا كانت شي مجريمة هربانة او لا تكون مخبية شي ممنوعات اني بغت تهربها قدر عداد زينا وش نوله وكتشف انها فعلا المجريمة وانها قتلت شي شخص قال ذاك الراجل اللي عرفت زينا بغيكون هو فراز خلي يا صحبي انا غنعرف منها كل شي ايلا تفضل ايلا عرفتي تقتنعها بشي حاجة من غير اللي بك تقدم منها فراز طلب منها الناس قلس لها وحد الكرسي قلسوا على الله خلي مواجهة لها وقف ايضا مراعا قدروا على صدر العريض بما يشبه تهديد الجنبات انها تشوف فيه فاسم لها فراز كان رجل منتصف ثلاثين تقريبا وجو اسمر جدا عينو بين فيهم ديك الطيبة وبتأكيد هو زوج ديك الخائنة اللي كانت تجلس بقاحة حداه سولة بصوت هذي ماذا تكلمة الانجليزية هذي تراسب الإيجاب يونانية هذي تراسب النافي من مخلة آدم كي يزمجر عاكم في الصبر دياله بدك يتقعد هذي توجهها خايفة ولكن فراز ربت على يدك يطمئنها ماذا اسمتك؟ همساس بصوت خايفة كتتاعش باللغة العربية اسمي زينة تستعت بشي سامتو سولة بالعربية انت عربية من اي بلد عربي خطفت نظرة سريعة الانجلي مال القدام كيلتقط كلمة الهامسة قبل مجاب من المغرب صدر حميد الانجليزية وقال بساسم من بلادك الصحبي اعقد ادم حواجبه بشدة ورجح حميد كي يشوفه زينة ويقول بجدية ماذا كنت نسية بعدها لماذا هربت على المركب ديالنا كمل انا بكلام صاحبه بحدة وبلاكتوب بغيت الحقيقة كلها مغادين فعل كتوف والو وصقرية انا عودت لي مقسسها كما دارت مع عبدالله وتكملت بعمل على الاخت وذلك الشي اللي تعرضت لي في هروبها بمساعدة عبدالله ولكن ما خبرتهم ان الرجل اللي هربت منه قدر يكون دمامية خافت انهم يسلموها للشرطة سمعوا لها كلهم بصمت لما يقاطعهم بعد ان تكملت القصة شفت فرس براجع والشخص الوحيد بات عبدالله وقالت له احفاك ما ترجعني تراجع فرس في بلاس وقال وعبس الوجه انا نعلم اكمل الذي يخص وقالت لكم وقالت لكم احنا اصدقنا القصة لك لا تستطيع ان تراجع انا لم تتم تراجع شف ادم مسابع ياك صاحبي ادم ترى وجهه بعد اللحظات من ترقب جمدات خلال دماء فعروق زينة جاوب بصوت صوري بحل مرمي حدوجه لما غديش ترجع حسد زينة أخيرا برحاكت غمرها بتاسمان توصد موها ما عرفتش مدى برعت بتيسامتها ومدى تأثيرها على قلوب دق الرجال بتلاتة سولت مرات فيرس بحدة والقلق في عينها فيك سي مخبية مني جاوبها عادة متوترت المرات وتبادل سيو حميت نظرات القلقة ما بغت زينة أنها تشوف فيهم يكفي أنهم ما عرفوا أنها شايف سمعت كل شي قال فيرس بعين يضحكين وكيشل جلدة اللح اللي بقى فيه وش بازنب حساجة لها ديشي حاجة شافت زينب ديك اللي بقى فيدي وحسست بالخجر منهم تلفساسها كفجنبه كتقلب على فينتيرا اخدام عندها فيرس وحطها على ديك المنفضة دي السجائر على الطبلة شكراته زينب خجل ورجح سولة آدم بسخرية ويجبسيها شافت سيوه ورجحت سولة وجهه أحمر وقفة رأس وقلل بشي بعد هذا الحرج وصحفة صحبي وكتشوفها بقدر ريا صغيرة بحتاجها الراحة تعومها كدوش وشي واحد يدوي لجرح ديالا كلنا تخلقنا على الصلاح كلنا كان قلبه يميدين على الضلال يغدين لديك البيض رديل الشيطان نبسات وتقصلات جذور الشر داخل نفسنا وتمددات فروع العشفاء حتى تظهر خلفها ظهور الخير الإنسان ماشي مالك وماشي شيطان فطر على الخير والثقوى فطر على الحب والإنسانية فطر على تسامح والمغفرة على الإيمان خالد ماشي شيطان وإنما تسبع الخطوات دياله أصبح عاول لي وسند ومرشد صار بإرادة وفطرق طالله وعارف مزين أن جنة الشيطان ما هي إلا وهب وخداه ولكن نفسه مهلت الملدات هذه الجنان شهوات الجنس والمال صناعة لد الحرام صبحت حرفته التي لا يضاهي فيها إلا مثاله من أتبع الشيطان هذا هو في السكون يمارس العمل لكي يجيده ونعن غيره لصانح منظمات ونفسه معارش الكثير على أصحابه وقف ورفه في الفندق كي تابع المساعدين دياله لكي ترسق تم شاشات الكمبيوتر والأرقام كتجرب لتوقف سعود ملايين دولارات كتسابق قدام صورة كل البنت فتاة من فتيات دياله ليسوا عاديات الأجمل في العالم ومازلين صغيرات وفيهم العدروات والأهم أنهن راضيات وراغبات بعرضهم اللي بيع تسم بريضا أفضلهم حسفظ بهم النفس ليست الأجمل فيهم ولكن الأطهر والأنقى والأوفاق المن ما قدرش أنه يدير بناسهم لأنه ما قدرش يقدره شي واحد كما قدره ما قدرش تجرب الملايين من المال بحال هذا ولكن قادر على أنها تجرب القلوب والنبش بداخل الروح كان كل نهار كي يسائل نهار القاها واشقل البقاء بالجذب من قبل أهيس مرأة تحجب الخفقها سوف هذه اللحظة من شدة تشوقوا لها الشقل ذا كل اللوه الوردي اللي يصبغنه وجنتيها كل المهمس لها بكلمة شوق والصوص هاللي يخفض ويتلعسم من الخجل وفي الليلة الأخيرة اللي سبقت السفر دياله من يبغي يودعها بطريقه كان كيحمل منها دكرة كيتذكرها بيع ولكن برأسها وصيدقها أثره فيه بطريقة متسوقعاش منصدقش نفسه من يتراجع يختال ما شيئتها أنه أكثر من قادر على إغواء مطلق إمرأة لما كانت قوة مقاومتها ولكنه هعرف بالله غدي تذكره إلى جبرة على شي حاجة سيدي خرجه صوص مساعد من الأفكار ويسابع هو كيمدد له الهاتف فريدريكا قتلك شي حاجة مهمة عباس خالد هو كياخد تليفون يعرف أنه ماشي بسمحلات تصل بهنا العمل سري ولا مجل في الأخطاء هو كيمس سمعة شخصيات مهمة حول العالم أي خطأ قطر فيه الرقاب جوابه بغضب شافت زيناء ذاك اللحظة في المرآة الحمام نريكي بشكات هكي قدام وبعد المنظر الشانية شعرها مغبر خربق مشاكك لا شكل له متشابك بعضه عينها حمرين سورة من مكترة للمكا وجهها كلهم صخيفة حناكها ثم فيهم ذاك الشحم الأسود ديال الماطر وعادة البقايا ديال وعادة رحصة حدث ولا حرش تجد رحيقة رائحة الشحم مع رائحة البلاستيك اللي كان سمخ بياثي في الإاخت مع رائحة السبك اللي في البطن اللي نعسس عليها في الحجرة الأدوات الغط مع العرق صنع مزيج مقرف و منفر تقوه هات البوض نريدك شكائن كيشوفو في بحل شكائن غريب كان بحل القطة المجرابة اللي خرجت من صندوق ديال الزبل خرجت زينها وقص طويل فركت الجسد مزيان بدأ السابون وعطر ثلاث شعرات لتلت مرات خرجت كأنها حاسة بل إنسانة جديدة نظيفة ونسعيش أكثر هدفة في آمان فرس رجل طيب وعملها برقة ورغم الفضاء ديال آدم وقصوص إلا أنه قبل موجود على القارب وخليها تستخدم الحجرة ووهتم بها وعارج الجرح كان أجب لها حاقبة الإسعافة الأولية قلس على المقعد في الغرفة ديال وركع قدامها وكان فرس واقف يشرف فعلين يبتاس من زينة يشجع وآدم شقل السر والمقص ودلم وطهير للرجح الجرح سروال بيض وشميس خضرة فاتحة قصيرة الأكمام كانت ضيقة ولكن مناسبة لعلاقة السروال كان طويل وستنجات أن مولاتهم لا أود أن تكون طويلة ونحيفة جدا خذت فرش الشعر وقلس على زينة مشترش شعرها لم يكن معها شيء مجمع خلاته كمطلوق لم تتعود لتخدم أدوات زينة إلا كان وجهها آسر والبشرة ناظرة نائمة تشقل كثير من النساء عند براكز تجميل لكي يحصلوا على بشرة بحالة كتشفات هذا الشيء من خرجات أنها ما عنده صبات لبسه وخرجاتها كحفيانة كانوا الحوائط من الخشب اللماء على طول الممر مزينة بلوحات زيتية جميلة العالم البحار تفرشت الأرض بسجاد في هالوبر عالي غاز وأقدام العاريتين فيهم براحة في نهيم تجبت النعوم كيفش يمكن السجداد أنك تحس بهذه السعادة تسمت المصار اللي اتخذت وأفكارها يالله كانت من ساعة وحدة كانت أرجح بداخله عميقة تقضف فيها ممي الخوف والقلق وصلت لحجرة لقلاس وخفز عندما دخل الرواق كانت شوف دقل جالسين تماما نقف أهدا نسند للبار وبيضت لقلحة المياه الغازية كان بداخل حواجه بسر شورت قصير جين تي شورت سوداء بعكس الميزاج للحاد وعلى واحدة من الأرائق الجلدية الوثيرة على لي من غاسفير وحدها مرض والصمراء الجميلة بعينها الواسعين الكحيلتين اللي كانت تميز بهم النساء العربيات وكانت ونقلات نظرها جهة ليسر فق مقعد فردي جلس حميد بسرخة كيستان براسول اللور عينية مغل وكساد وعلى الدراعة المقعد كانت جلسة من الشقرة رائعة الجمال جسد طويل ونحيف وممسلئ في الأماكن الصحيحة كالدعب شعر رأسه بأناملة وعينية مركزين عليه مبريقة قول بالنافذة مورا كل شي وقفاس مرة أوائل ثلاثين 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 مرة كتشبه الحد كبير ممثلة سلمحاك جسد هالمنمق شعرها الطويل حالك سوار اللي كيغطي الأردف ديالها لنسوا حد غوب قصيرة برسقارية اللون بحمالة طرفيعة كتبي اللون ديال بشرة ديالها الزيتون كانت كتنفس من السجارة ديالها بنافذة ويشاردة حواجب بعض دعم هم بعبوس فكرة زينة بنبهار انها كتتواجد في نفس المكان بعد ثلاثة ديال نساء فاتينة كيتنافسوا مع بعضهم في الجمال والأناقة والإغراء وثلاثة الرجال وسيمون وأنيقون كيستحقوا هذا اللقب عن جدارة مني قاردت نفسها بهم لا سعدوا أكثر من بن صغيرة لا شكل حسن ما يبانوا هكذا بحل عيني الأطفال وضع حمر على شفائف البحثين ولكن هلاش حسن لدينا شعرة خرجة بها كالخاصلات ومبللين من الصقين من الفروة راسة بحل لأدنام الفئران تمنى تكونوا نبسات شي حاجة كالشي حذاء هالي الكعب لا ترفع شوية من الحاشية السرواء اللي نازل على الأرض وتغطي عدو سبعة رجلي الصغر ما يدور حاميد دراسة ويثبال زيناء تغير المالبح على الفور من الدهشة الإعجاب تقاطف بلاس وبحماس لفسات الحركة انتباه الباقي وحمر وجه زيناء من الحرج من الأفكار الحاق التي تكسب لأراسة يلاه دابا كأنهم قدروا يعرفوا كيف يرفع قلب مجرد ما شافوا فيها شمالها آنا منظر راسه التي ازداد سجاهم من شاف ها في هذه المنظر مضع غيرة جديد وقفة راس قرب منها كأرحب باب سيسام سلواسع أهلان زين عجي كان يبلي وحد صغير كبير وقع ادفع بالطفل الغرفة ويقع على الجميع ويقع الشقراء نيكول عارضة أزياء لبنانية ويا صديقة حميمة الحميد فهمت ماه صديقة حميمة ويقع هذا الأمر وذيك العلاقات التي يسميزه بالغربيون صفحة ثانية بأهدب وكذلك الحميد وقيد دافي الدكتور مما ينبغي كان أكثر رجال ثلاثة وسامة ويقع بدي أجاد بيهم لكن لك لا أعرف هاتوا علي خليها تنفر منه أعرف فراز على ذلك الصمراء لوقف قحدة النافضة الأميرة جليلة كم بدأ وقال لأن أخت حميد صورة سألت زينة بن بيهار ويقيت شوف يا وش فعل الأميرة حقيقية وحميد وشو وحسو أمير هزد لها جليلة رأسها بتحية فاترة بلما سمدي يداب صفحة ودخنت تجارة كيخفي تعبير وجهة وعرف على مرات الكاميديا لصفحة أطراف صباحة وعينيها مالأهم الحقد عرفت زينة صباب مزيان ورجعت زينة كتشبه لها قل فارس مساسم ولا حدي الحيرة وتسفكير لوجه سأكيد تتعرف هذه كاملية حمدان المديعة وليذكر لايس من شبكات القنوات العربية الشهيرة اللي خدمت بها عاد عرفت أنها شاهصة من قبل ساسم تلعب آتب من طبيعة الحال كان عرف حمد أخير لآدم وقال ويضحك وأكيد عرف آدم صاحبنا طبعا هو غني عن تعريف دائما يقدم نفسه بطريقة تخلي من الذي يقابله ينساه شهص زينة في آدم قلت متجاوب مع المزاح الصاحب وكتسام مختلف وأكثر جادي بها لقبيلة ويجب حمد انتباه بعيد على آدم وخبر سبقناك وتغذينا واخد هذه غرفة كان دائج الماكن محطوطة سباكيتي لحم شوي سلطة مدك الجوع ديال كلا داك شي كامل حتى سلط وزدي الأطباق للمطبخ سلط سلط كانوا كل شي طلعوا الفق سطح القارب وثلط أصوات منيها همهما توقف متصر للمطبخ حيرة شو نخص دابا في الغدية بشي كانت سبوحة رجم انها تدير راسب كاز القهوة ولا ديال آتاي ولا ذاك الألم اللي يفسق خف سم المساكن اللي اعطاه آدم ولكن اخ محتاج انها ناس تفكر بصفاء دان تعقدات حياة سببا الليلة وضحا يم صدقاش انها خلت دراغا وهذي يومين خلت كل المكاس من فلوس حوايج على الياخت وضبط آدم وداخل ديك الحيرة ديال يلا كان خارج ديك ساعب الممر اللي يدين الحجرة ديال نوم كانت تظنع انه سطح مع صحابه ولكن كان متأكيد بشي الحجرة ديال بعد ما خرجت من ها حسنت بالحرج ذكرت انها خلت حوايج اشارة مليت دو خل وكي تخلي مشكل اجي معي اشان اللي باش تبع تبغادي وزي نقر احساس الممر اللي يدي لغرفة النوم احساس بالقلق هذا الجنح الرئيسي ماشي حجرت نوم حجرة دياله تفكر بقلق فان هم هنا ربما كيعيش ذيك الحياة البوهيمية حميد مع عشيق صاحبه مع مراته وادم على علاقة ماشي علاقة مع جديلة ويما فهمت الطريقة اللي كيعيش بها ودك شي اللي فهمت وشافت هاد اليومين قل لا ما تستبعت اي حاجة خط تفهم البداية انها مغادي ش نصالي او لغيره انها ماشي ديك لسالة جلب لها داب تبق لا تبق مسهل لانه يخذوها ولا يخوفوها توقف ادم حدا الباب ديالغرفة دار عندك يلا بغير ضر ولكن تسابر ديالوجه خلا كايسك تشوف بغدب شفيف هكا مزموسين ادهال قبضة ديال مضمومين بقوة شفيف بدهش مالك جاوب هسو بسرعة وانف هسك تسالم انا مغاديش تنعزبك في غرفة ديالك من الاحسان تصالح مع صاحبتك ديقوا عيني وكي يصول بحيرة وكي تصدرين سيئ كيف قاعدت بحيرة بحيرة لنفهم انها ليست سهلة كما اضا يفهم ان كل رجل هنا يفكر قبل ما يستغل لها حرف سبيلا ستصالح معك المرح ولكن رفضت انك تصالح معه إذا سي تتحول عند الغضب لبن شوارع وهي أميرة فما ستخيل انها بحالي كيف ستتحول سحب من دراعة بقصوى كنت تصنطيل البارح وكذلك الواحة الواقعة لكي توقفي قدامي وكذكول لفنشي ازا هكذا ترته هشفات وصوغ لبحد وكذلك تصدر الإسبانية جابت وحسست انها بالغت بدك ردد الفعل كانت فهم منها قليلا سابعت بسرعة لحس شعرت عيني كذي يقم ولكن لم تهم شك ما قال كله سي زي على سنان وتأمل بحث يقار ولكن ركز السن تجتيه محسس بالغضب كانت شاهدة عليهم وسبعت السببب لوجهته لجليلة سحب هكا وندراها بعيد على باب الحجرة وتحب وحد الباب بحل كيلوحشي شيء قدير من يديه قاط نفسها داخل وحد لونفا صغيرة فيها فرش معرض متر لاصق بالحيض وخزان ملابس باب واحد على الأرض الخشبية فرش سجادة خضرية زوينة وكان حسنا فيها زجاجية مستطيلة صغيرة ككل شيء في الحجرة وتعلق ثلاثة ستارة وحد لون زواء يلا دارتها والخجل كل أحمر وكيشوفها مغضب ساخر قبل ما يتفوها بكلمة يلا بغا تنتق ويسبقها كي سبغين اعتذر لك على الغرفة حيث صغيرة بالسافحة الوحيدة اللي خاوية وعد القارب في غير بعض الغرف دي النوم فقط ولكن مع الأسف كلها مشغولة وضحلة أنه فراس مرات في حجرة وحاميد وصاحبته في وحدة وجاليلة في وحدة وهي من الأحسن أنها تكون في وحدة في غرفة تنتماتك تعتذر بصوت من خاف ديك تحس بالخاجل من نفسها تسمح لي الصراحة اللي غرفة زوينة بزاف معني ساعة يرد عليها جرد ديالو قاسم سعجرة في وكا يقول ما عندك حق في لها ساعة على أي حاجة حيث أنا أصلا ما دعي تكشف في الواقع وعلى العموم أنا مقدرة الظرف اللي خلات كالطحيل يا فقراصي ولكن أحتاج تفهم حاجة مهمة ومعليها متابعة ومحل كي يهددها هذه الظرف اللي صنعتين تبقى بلغباء ديالك وصداشتك ما غديش تحمل ضمير شي حاجة عن لما مسؤول شالها قفض راسق يدك المتعالي وغبط اللي نرش هادي كيشوف فيها ديك النظرة المتعالية الساخرة وبلا ما تسقلق لنفسك مني الضوء ديالي مستعب أنه ينحاضر لهذا المستوى ديالك خلاه غار قف بحر من طل والمهانة وتأنيم طامير كنتأني بنفسها لتسرها كيف فكرت أنه راجل تطارد وامير بحر جاليلة من عائلة أرستقراطية وغنية تحمل اللقب عند جمال باهر كجمال جليلة يمكن أنه يفكر أنه يستبدل ها بها هي هذا البنت الخرقاء اليسيم اللي لا مال ولا جمال خارق أكيد تحته سيكون ثري جدا يسحب الأمارة عنده قالب يساوي الملايين ديال الدولارات يمضي الإجازة ديال وهكي يضرب الموانئ والدول المتجعات نهذت معمقه ضيق كش اللي وقال يا هل هكي أولا تناق مع الحياة وقد تضمر بالسلف وقد قار النفس من يسمع أن تتصل بهم ولا بحياتهم قل سيكون الحافظ يلف الأشمون هكا اشتاقت لبابها وماما خاصة بابها ما كان هاش شوف وتاخذ منه القوة الحانة الأمان والطمأنينة تفكر رأس منيقال لها حد المرة بنسي أغلى بإنسانتي أغلى حاجة عندي وذلك ساعات عسارة نبيلة وأنا باشي بنسك أنا ما غاليش عندك ذك يجاب هو يضحك ترك بنتي الغالي وأغلى عندي من روحي ولكن زينة هي بنسي الغالي أكثر يلا غد خني الجن وعلي دي إن شاء الله سنجاور الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ذك ساعات كان في عمرها عشر سنين ذك ساعات ما تجد بصدقة أنه لديها دار وعيلة وتسائلات وش غايب قديمة ببها يحسب رابنته الأغلى اللي ستمنح رخصة الدخول الجنة ويجاور الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ولا سنجد ما لأنه آواها في داره وربما بنته ويسأل هاربة والبلاث اللي هاربت منه غديشفع ما عنده من غيوصل للخبر من غيوصل للحقيقة ومغيوش غديتجرأ نبيلة على أنه سفضح لفتاق قدامه وتعتار بأنها خدعات تنتقم منه حاجة اللي ما دارت ليها وليخل تتلقي به لهذا المصير كيف خدعات 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 اللي بغيت وصدقة كل هذه الأسئلة كانت تضرب وإلحاء فراصة في المستقبل بالنسبة لا يبشر بالخير الطريق للسجن وهو الطريق الوحيد الذي ترى قدامه موضوح وتمتز على الفراش وأقلها لا تحبير من تفكير حتى استسلم أخيرا للنوم في هذه الوقت كان حاميد يسول آدم ومجاسي مشبوعي معهم فراص يسول وماذا يدير معها وماذا يدير بها قال له آدم سنتحر على أولا وسنتأكد من أنه ما قالته حقيقي وسنحاول نسترجع لورق عن طريق التفاوض حيث في حالة الناس أكثر مما كان يظن يدير تجارة التي يتبلي لهم رابحة أكيد في الهرب سيكون خاطر على الوجود قال له فراص بحزن بسكينة حب ديالة سيئ آدم بقسوة ماشي بسكينة غبية حميد عيني يلمع الزونات ديما يكونوا عرضا للطمع وكون كانت قبيحة ما زال قاطع آدم يحضر بحدة حين شاهد فيه فراص حميد لا تفكر أنك تقرر منه بارك على هذا الذي حميد يريد وقال هو يداف على نفسه وانا لم يقول شيء حاجه لا كان هضر جاب فراص بحزن زائف ما ديما قد جيو عني ولكن عيني كانوا يضحكوا بعبات ساسم فراص بتساؤل في حين زاد سجاهم ديلا وجهه آدم حميد ديلا الأعلى وكانت سوحدة فيهم هزج وجهز ديلا البيرة قاطع فراص وش قسموا هزبي المنكر وش مراسك داروا حميد هاكا فوق طبلا قسم أني صاحبي تسميك وكاية تخنق بدل جدية ديلا آدم صخرية عين فارغة ما كنت شباش حميد مسحدة وكيشف بخبز وكيشف عيني وبزوج وش تنكروا أنكم سأترسوا بحالي سأترسوا بجربة المنيتة صغيرة وش تنكروا أن البراء ديلا لا تستفج رجل ديالكم وحركة النزعة الحماية عندكم وش تحفظ عليها بسماسة ويكون جائزة لا تقدر بسمن الرجال لا يحصل على المسالك والمباح من النساء وش فارغة والأحمر ونظر في حين بآدم يشوف الفارغ وعينها بغام جرح حميد تكش من الشرف وانطقة بواقعية كانت من آدم أنك تلقى حل السريح المشكلة قبل أن نول وحنا بتلات مشكلة الحقيقية غير حميد حميد صريح يتكش لبسه بلا مواربة وآدم يتفق على نفسه وعلى اللحظة وغير توقف وحسا سأت وإنهم داب يمش بهم المهم تقول إنهم سأت انتصار لك على قبلها بدأت بالفعل فقط زينة في الليل لم أعرف كيف شفقت هكاك كان بيت موضيع بدك النور القامر كان سكيب لكل شي جوح درالة هي ناسا ولكن لم يكن فيها الجوح كثير من حاجة النوم والراحة تفضل ترجع ناس كورا سحضنة نفسها دروعة تلسام الدفع كان حدي ساعدة البرد التي تكون في البحر التي أكيد في إيقاثها من عز ديالة ناضز تلمس طريقة لك الخيزان القريبة كان حدي غيطة صوفي مطوي خداثه وزغطت بمصور العسر الدفع في الجسد ديالها وغرقات سريعا في النوم الجديد فقط المرة ثانية كان نور ديال الصباح فبين هاد المرة حين سأل هاد الغطاء شافت هك قدام فرجلها آلم هاد الجرح بغت توقف بيك سأن قد زوج للعلبة ديال فوق صنية ديال هشا خذت قرص من كل علبة وخلاس مع ديال المائدة الصغيرة وهذا ديكسونية لأشال ممسسس من نوال وخرجت للمطبخ خلاس سما خذت وجهها في الحمام الصغير حتى الحجرة ديال القلاس وطلعت للسطح كان القارب يشقت طريق في المبصور رها وقفال زين شاد بالحاجد المركب هذا وجه الأشعة الشمس المشرقة كتسمسح الداعب وجه بأشاعتها خامر هذا الإحساس الجميل بالحرية وأنها تطير على الهواء ويجعل شعرك يرفرف ورأسها ورأسها قررت أنها تجعل من نفسها موفيدة يمشي ضيفة هنا على أي حال لا تكتر تبديك البلاصة التي كانوا فيها بعد نزلت المطبخ لتغسل لك شي حاجة وتنطفو متأكيد بيدرو وليك تنظيف يمكن أن تخيل السيدات لانيقات المرفهات سوف يدر هذا تنظيف وطبخ ثلاث زينة من ذلك وليك تحضر ماذا يريد في الفطور خذت دورات تدريبية في العمل وخدمة في المطاعم وكتسبة بعض الخبرة في عملها في الفندق وليك لم تحضر أن تحضر هذا شي هادي ووجداد كانت على معرفة أنواع وجبات الفطور لكي يفضلها الأطرياء وطريقة لإعداد ديالها منذ الأهدا من الحجرة للغلاس جاء من السطح تدهش زينة كانت تظن أنهم مناحسين كاملين من رضا سريعة من نوف البلاثة فهمتك شي لذي أرسوا وقال بجافة أبل ما يشوف يلقي لعديك تحية صباح إليك سي غادي توجد الفطور خلي غير لربعة الناس فقط السيدات التي هنا لا يفقق بكريسة للغضاء هذه تراثة تسابعة بلاهجة لتحضير وردي بالك لا تريد أن تريد الحاجة للمركب بطريقة التي تريد قبلها ونحص لأنه كان يبط بسرعة الطمائية ستكون كثير تحصي في البحر لا يزبع لكسة واحد طلع عليها كلام وطلع مرة أخرى إذا شافة في الوقت اللي كانت كي حساب لرصب وحدها كان خصص عارف أنه أكيد كينشي واحد وإلا كل يسوق في المركب كانت منها مكاف حضير الفطور فق حاميد وفيراس جاء وقالوا لها صباح الخير بشاشا الطرف المعنوية لها وشفية من المعاملة جافة ضد كل أطبق قدام هم على المائدة لوجدات على السطح كان بيدرو جاء دمس أهوية في راسه حميد يجب لوجدات حين كثف آدم يريد أنه يجب رأسه لم تفهم ماذا يجب كره أو كره أو كره بيدرو بشي سعيد على وجهه وخفز عليها بعض شيء من ذلك العمل الذي يقوم به بتسمع لي نحن بحال تشرب قهوة قيمة أو سكار صوت آدم ملحاد وخلها ترجع المطبع خاكم حسن أنه مدعج أنها تشاركم الماكلة بحال بيدرو كسب اللي أقل منه في المقام درس وحد وجدت لها وحد طوص وكاس الشاي وشت حضرت القهوة كانت تسمى شوية هي مشي الخاتمة ديالو إن كان طوعات ضوقية من ناس حد الفطور هذا معنى أنها ملاك خادمة ولكن رجعت وفكرة أنها لا تستطيع تسار حسن لأنها مستطف لأصحابه خسنت في اهتمت إقامتها وجدت لقيت الآلة لصنع القهوة السريعة دارت الأكواف الصينية عندما تتكب القهوة وتفوج آس بحاميد واقف في البار ويبتس منها بسامة ساحرة كان من الممكن أنها تأثر ريالو لأن عار ساحرة ويبتس بسرعة طريقة فضة شكرا لك رفح واجبه بدهشة انتبهت ساعة ثلاثة من القهوة وجدتها قلة بجدية لا تريد شيئا سمحني إذا وصل لك لك و كيف تخبر أدوات لغتس منك سمع كاملية ممت مكلا لك 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 تدهجات من الاستخفاف وخيانته لصاحبه سافز هك ضالماك تخلص صاحبك مع مراته وتقول أني ضالماك ولم تقول أنها خائنة هي لغوات صاحب رجله جوابته هي مصدومة وانت هنا والبارئ المغلوب على أمره وياك ده جاءت مني تحكم مرح بتسامة صبيانية ليس بارئة بزاف الواقع ضعيف قدم نساء ومتعودها لأني رفضتها وصاحبك وصديقك وصاحبك ما دوش يتبار عندك هزكسافه باستخفاف هو المولام اللي كيتزوج مرحة بحالة ومعرف علاوان ومخصوشينهم الآخرين إلى تدودك كيف يتعرض عليهم مثل نحسس بالبسئاس بطسعين هكا الأرض ليس عليها حميد تضمسي من كل مياك تزال صغيرة وبريئة كنت تسمح لأني قلت لك هذه الحياة ليس كما تظنها كنتظن أن تجربة أخيرة أخير دارين بالأمر قد ومسي يدها تدودك يدو قفزات وسحبتي بسرعة استضمت بالأحد كؤوس القهوة طح منهم كيف يزلب حاميد لديها حميد لديها حلقات ويسمع حبارة لا أقصد ويجي الصوت بارد كيف وقعنا حميد بلما يدور عنده لا يدور حلقة ادخل ادم المطبخ نافد الصبر بعد حميد على طريقه بفضا اخذ واحد الايناء عمره بالتلج كانت حركته عنيفة سريعة كانت تتكمش وتنسى العلم في صباحة بعد حميد على طريقه بدوره بقله ادم بحده فراسكيت سن القهوة يقول شي غجي تاخده لي تمثل حميد بخيف فهم جاهل ديك الفضا ديالو واخا اخوة كاسة اخر بلاسة داك اللي تسهرق غصينيه وطلع بها للسطح خلا زيناء تحت رحمتي بالله يرحم دار ادم الايناء ثم كنف لبابه عمره بالماء سحبيت زيناءك بقصوة ودهره في هاك بذلك العنف ديالو حتى شاقات من ديك البرودة ديال داك الملم وطلعوا الدموه العيناء بسرعة وبدأت تحتج هاكا سفي باركا باركا نجمد لي صباعي طلق ليداك هاكا تجفف سبع عينة بوحد الفوطا ووقفك يشوف في اللحظات كنفلني ان الدوزة الايام القديلة اللي غدي الدوزة معانا بلا مشاكل هاد المرة انا ما كننسحكش كان امركس بعدي على طريق حاميد واندك يسحب لك انه راجل كيكسافي بنظرة البريئة هو كيسع وراء اي حاجة اي حاجة بانتلي لابسه جيب سوي لكان صغاء شطابة و اواميري هاد المرة كتشمل تاب بيدرا هو شاب واحد بينات نحلى وصغير وصريح تأتصل كانت منه انك تقلي من ذلك ابتسامة ديال كليكسو ازيال و بلا سبب اكمل كلامه ومشكاعته لما يتصنرد الفعه دياله ونررد دياله حسن زينة انها كدتك تكرهه هاد البنت هاده اصارت الغضب دياله باكتر طبن طريقة من هار عرفه الى كانت استنتاجات ديالهم صحيحة وكانت نهاية حياته بانها انها قصص في البحر سيكون هذا رحمة بها حسن من ذلك الشيء ممكن انه يديرونها من يشوفها واستقبلع سوف فريدريكا بالعناق حبيبي بتاع التلسي غل خدمة جوبها بكلمة واحدة وكيتفادة ذلك العناق ديالها وشفيفة اللي كانت طالب هكا بالمزير تأفع فات فريدريكا وهي كانت الحقبين لداخل السالون صغير سابع الياخت وشنو درتو كان رجل فريدريكا الحق بيهم وقفها كاكساكت احدى الباب حتى جاوبوا كل شي هو ذاك الوفاة تجلس على انها حادث الرجل فقط تسوازون دياله وتضرب راسو هاد شيء اللي حدد الوفاة مرت الرجل بعد الحيوار صغير لدازميناتنا وافقت انها الشكوى القادائية تقدر تضرب الصمعة دي العائلة دياله وبالطبع طرينا اننا ندعوه الضيوف مؤقتا الزراسو والبنت تقدم زوج فريدريكا لداخل اخذها الفرده ديالصباط من السماكينة ديالطبلة واذا هكا تقدم وجه خالد هاتش اللي يبقى منا خالد هكا عدت على شفيفه موسى غادي يكون عقبة غادي يتم تأجيل زواجه من زينة حس بالحقدة عليها من جديد هكذا ما غاديش تقدر تزوج بزينة في الوقت حدباته في حياة وحتف موتها حسنا تقدر زوج فريدريكا بصخرية والمقززة ولكن عرفنا بلا لم تفهمنا لم تتعود ان اقتصفتنا البنات البريئات لا تحتفظ بهم من المزاد ماذا تغيير هذا المرة؟ هاتش خالد حواجبه بصخرية بريئة؟ ماذا قالت الشيء؟ لا لا مهم سيك اني كنت تأكد منهم قبل في صح الباب اخرج وكيف يفكر قد ارتصال بزينة باش يعرف منها ماذا كانت تعرف بلاسة على اختها ولا شنو اللي وقع لها ظهرت نجلة قدامه فجأة بدتك تغوت سفوشو تهلي خليتها سفلة فعلي زيك نسايا قد يتعاقبها حيث خالفت الاوامير ديالك كمال خالد طريقه بعد ما نفعه من قدامه وكي يقول بالنبارة اخيرة كان وعدك انه مني غادي القلجة دياله غادي نعتبها على قبلك لا ماشي زينا زينا ما تستحقش هذا الشي هذا ما تستحقش انك تدير فاهاك قف خالد بخصى اللحظة صد عيني بقوة وصحب نفس عميق قبل ما يدوروا ياجها شنو قلتي زينا شنو شنو علاقة زينا شنو اللي دخل زينا في الامر ترق قرقوا عيني النجلة بالدموع تقطرت بالبنت اللي رساكبات جريمة تقل لحت نقراسها في البحر باش تحافظ على شعرفها حيت زينا هي اللي كانت هنا مشيختها اللحظات شلع قلو على تفكير شعلت في ذيك النيران رجع بخطة وسري على الصالون اتفاجأت فريدريكا بالمظهر ديالو اللي يرجع به شنو سميت المند اللي كانت هنا بسرعة زوج فريدريكا اخذ الجواز الصفر ديالو اللي كان محطوط والفردة ديال السباط واعطاه له وكي يشوف وجهه خالد فوضول وكذلك فريدريكا طحوا عيني مباشرة على تصوئيتها فقد وجهه كل النقطة لتنبيه رفع خالد وجهه وشاف فريدريكا وقال به ودوء قاتل مش هذي البنت ليسه فتساليك البنت الخرى ما كانش ممكن انها تخدم ذاك الشي وراتنا شي حاجة كتبت انها حاملة وقالت ان اختها على استعداد انها جي بلاسة وكانها مناسبة خاصة انها من طرفك وذلك بصفعة قوية على وجه فريدريكا اللي رجعت للنور هيك تحسب الدهول متحركش رجلا باش يدافع لها حتى ودخلع ورجع النور به ودوء قف كي سابع ذاك شي اللي واقع شحركت يجاب وحشية لماذا لم تتصل بها كيف كانت تسمحيني نبسك قد تصمت طرفها كما لم تتعلميني لم يكن ممكن ان يتصل بك وانت عارف هذا الشي احوضها بدربها اخرى بقوة اكبر خلالها تغوط تضطر رجلا ولكنه بقابل احتضر عنده خالد خطف الفردة الصباد واضغط علىها بقوة وانتظره بالإجاب قاله خالد وعينيه لكي تشاعله باللون الأحمر كيف حدث جمالية البحارة كل شي اللي في اليخص بلستنا لا يمكن ان يسلم بالوافاة لا يمكن ان ترى الجسد قدمه كان فراس والأفضل طيب باشوش مضيف كريم عرض على انه يأخذ زينب جولة على القارب ولم يكن ضمن القائمة الممنوع لا تعملها قبلت بالعرض ولكن لاحظت انه انه جنب يأخذ القيادة حيثية المقرد الدائم لآدم وبرل لهذا الشيء بأن آدم لا يمكن ان يدور حداه وشرح لها نظريا كيف يديروا الابحار بالمراكب الشرعية الحديثة وضحكم لسولاته على الحبال فعلا المعلومات كانت بدائيا وكان محسر ملاف طريق تصبح الكلام وملاف طيبه وملاف طيبه نصفه مغربي من جهة الأم ونصفه إسبانيا من جهة الأب وكان أخن الثامن وكان سيدة حاميد وهي من الأسر المغربية العريقة وينتاقلوا ما بين إسبانيا والمغرب وكما تقابل والديه ارسحت لذلك الوقت القليل ويساعدت تحديث لذلك الوقت القليل وفي المساء لدينا مريضا وقال لها بإذنه وكان لها بإذنه وكان لها بإذنه هؤلاء من جهة الإسبانيا والمغربية وملافهم كانوا يعملون عند أسرة سيدة حاميد وهي من الأسرة المغربية العريقة وكذلك تنقلون بين إسبانيا والمغرب وملافهم أن يعملين في القارب لأنه عارف بالأقرب يتزوج ونريد عاونه والدهشاس من كمية الحب والاحترام اللي ظهر في كل الكلمة قالها بيدرو على حاميد هل تشيك يخالف وجهة نظر ديالها يقبلها فاصق بلا أخلاق وعاد وما كان كي هذا الطريقة خيب على ساخته جليلة قال أنه متعجرفة على عكس باقي ديال عائلة ديالها وبلا ما تزيد سؤوله كان بيدرو كيعود لها كل شعالهم عرف باللهما بثلاثة صحاب ديال الدراسة هذا إنسان مزيان ورب عمل غير مستطلب ولكن كيعاني من مشكلة مع ذلك المزاج دياله أحيانا مزاجي وملي كيغضب ولا كيتور كييولي كالبركان وكيولي مرعب حتى أن ذلك العطل اللي تسبب به في المحرك ديال القارب في اليونان كان غير طير رأس فيه تمسوا عيني زينة بخوف متخافيش غير تجنبي الغضب دياله وغير تكوني بأخير عاد تكلمني على فيراس قال لأنه كريم جدا طيب متواضع إلى أقصى حد على عكس مراته كان كيبالي بلا كيستحق شي وحدا اللي حسن منها بتاسمات زينة بحزن فعلا كاميليا كاتش بهها بزفنة بيلا ومنعها اللي دوكت اللي على الشاكلة دياله ونيكل وقلت شيري والعليها ماشي ماشي سيئة بزفنة لطيفة ولكن هي ديما غادة مرادة كالجوجات ما كتحدرش بزفنة ما كنتظرش أن سحة ميدة سيحسن في طبائمها مدة طويلة ودينة يبغي يغير صديقة دياله مختصر جاوباته بدهشة يغيرها يحسبني كيبغيها بتاسم لها بإشفاق للا كيبغي شوش يوحدة المدة طويلة طبعا ما مغي يبغيها شوئ إلا ما كانش تستجب الإغراء كاميليا بغد تسوله على علاقة آدم بجليلة ولا كيمسالعات كمل هوية كلامه أنا فعلا فرحان حيث هربسي على القارب ديالنا بتاسم ما تلو بك آبا ما عرف ما سنقول لك ولكن إن شاء الله ما سنوصلوا إلى البلاسة أقرب البلاسة سنجدكم شفت خيبة الأمان على وجه الشاب ولكن بغشت أعطي أمل زائف ولا تعطي النفسه حتى وقعت أنهم ستطلبون لنا أناس بشي عند أول فرصة وهذا اللي نطلب مننا في رأس أننا تحشى معهم وعطاسها نيكو نسروا جين وتيشرت وكانت هي اللي اعتصوا منها في المرة السابقة حتى أنها قتلها لأحتاجت أي شيء تطلبها منها وليس أعجبتها نيكو حسنت أنها مختلفة على كامينيا وجليلة حتى وإن كانت ما كترداش بالطريقة لحياته وطبيعة علاقة بحاميد لأنها معها في غرفة وحدها كان أزواج وهم ماشي أزواج أغلب هو تقبل الباقي لهذه العلاقة لأساس أنها شيء طبيعي ولكن مجمل الحوايج سيئة اللي شافت وكتشفاتها لم يكن أصدم هذا الشيء بشكل نرجع لأدخائها كثير من الساعة يرى حوايج المشركين بين يدي عامرين بالدم عامر جميع العامرين يفتحوا كل رقم في ذلك اللي اخت حتى تلقى ذلك الملابس كان يمنع بصعوبة أن ينزلوا جرى النهار اللي خلص صمرة يبكى على قبلها كان هو يرى يوم يتخيل ما نوقع لها لذلك الرجل أكيد هو اللي شرق لها حوايجها تدّع لها ولا يلا كان بغي تدّع لها اختصبها والدم خير ضريل لهذا الشيء ما غادي يرحمتها وحد فيهم أولهم نبينا غادي يدوقها من العذاب ألوان اللي غيخلات من الموسى لا يدي ولكن أولا من قصير القزينة رجعك ينشف عبد الله اللي كان مربوط قدامه وحد الكورسي في غرفت المحركات وكلامات كتغطة وجهه والدم ينزف من نيفه ونجانب ثمه وعارف أنك آخر ما نخلى ليخذ في الليلة وش هربت يا معاك؟ مقله عبد الله والوكي شفي بساحة دي تتحمل الضرب المبرح ما رجاله رافض أنه يعتم أي معلومة لها قرر أن يحمدك البنت البريئة ولو على حسب حياةه لا أنا لا أريد أن نقاديك لو كتنقتي حياة سنكافأك وكتنقل لي فنتي سيها الزراسو لا أريد أن نقول لك دبراف أمان بعيدة على أمثالك خليها تعيش بحياة حياة بعيد منها سد خالد عيني وبلح الغصة إذن هي بأمان بالفعل بعيدة علىنا ولكنها ما تكونش بخير ماشين بعد ذلك الشي اللي وقع لها سام مخطئ أنا ماشيت سبب أنها كانت هنا زي نراها خطيبتي وكنا نزوجوا قريب أتأكدوا أنني سنتاقم لها من أي واحد سبب أنها تكون هنا قالت أنك انت وقتها خدعتوها بشتاجروا بها رجح سد عيني بألم طبع هذا ظنها بهم بعد ما عرفتوا عليه طبعا يا دبك أتكره ماذا ما عرفت حقيقته ورجع سهوله وشربتها للقارب الشراعي اللي ماشيت باش تصلحوه سكب سعاد الله سكت عبد الله مجديد مبغاش يجعبو وقف خالد كي يغوت فيه بغضب الحاجة الوحيدة اللي منعاتني أني لقيت لك لسكاسك هو أنك عونتها في الوقت اللي مكتش أنا موجود فيه بنفسي باش نحميها وقفها كي يقعد الوقفة دياله سنجدك سمشي لقبلها فقط وأنا سألقها بطريقتي وستأكد من أنه لا تشير زحية بل حسن نلقيها وقفت زينا شهد بدا على السرط القارب كنت تشوف ميناء باليرمو تشرت مراكب الصيد اليوخوط حول المرفأ بدت لهم بين محيطة فين كراسي داك المركب حلعب الأطفال كانوا يقفوه خلال الأيام السابقة في عدة جزر صغيرة حول إيطاليا وجزيرة سيردينيا ولكن بلما يقلبهم الجزر والموذول كبيرة كانوا يغطسوا ويصيدوا وزروا الجزر البشرة والمؤن كلوا الماكلة على السواحل أحيانا وبدأ إنها دور نشاط ديالهم لي مكانش دائم الخطط ديالهم لحظات تدمر نساء بثلاثة ودك تأفقف ديالهم من تغيير بصير الرحلة عبرت جريلة لرأي الأخريات قالت لهم همار كيرسون بالقر من جزيرة الليباري قبالت ساحل ثقلية بصراحة أحسن الضابة لم أفهمت ما هو السبب الذي خلنا نظروا على نفسنا بهذا الشكل كان من المفترض أن نكون دبا في ميلان وهذه يومين على الأقل وحامد وكيت أفف لا تشبعوه متسوق ذلك اللي نقلبه دبا هو المعنى الحقيقي للإبحار ماشين نقلبه بالفناديق وليمول وماركز تجميل كان زينة راضية على العكس منهم وبرغم الخلقة اللي كان في الداخل لها لمستقبلها ولكن استمتعت بزيارة هذه الجزر وتمتع بذلك المناظر الجديدة وتأخير على مواجهة مصيرها المجهول ولكن ما هي آخر ساعات لهم ومعرفة شنو كيتسنها من بعد مبقاش الأمان أمر مصلم به كما كان في السابق كيف مني كانت تكاتفيق فراشا ويأكيد ورجع دياله في الليل باش نحس فيه دبا ما عرفة شنو غادي وقاليها وش غايتسلم على الشرطة باش يرحلوها ولا غايتديرها الشرطة في السجن باش يتحروا عليها أولا وبدك شغي يعرفون جريمة اللي ارتكبتها وش غايتسدقو عليها أنها عليها مني تقسم اليوم أنها كانت تكتفى على نفسها سمعت أسوأ جاية من المال تحت مال زينة على الحاجز بلها آدم وحاميد وفيراس وبيدرو كي يتسبحوا بتيجاه القارب أقنعت الغطس كتدلة من أعناقهم طلعوا القارب وما يضحوا ويتماسحوا شاف حاميد أولهم وبتسم لأب مرح ويتجعل حوه بحماس زينة؟ لماذا لم تكن معنا؟ لم أكن أعرفش الغطس قلوا يشجع فيها كي أعرضا للعرض بلها لا يبقى سابه سوف نعلمك سوف نسبغيه متعة حقيقية يلا بطلح ويأتي باش نعطيك أول درس مخدرش أنها تجاوبك العادة أه دم حاد ونورة قلت لك من قبل أنها لم تكن تعرفشهم غمز حاميد بعيني وهمس بمارح قبل ما ينصار هذا الرجل يحرفني جيد يحاول أن يحبك مني في الحقيقة لا يكلمه ما هو أن يصفر مرح ويتسمى زينة بل رغم عليها حاميد رغم العيوب التي لا ترضى لها ولكن كان خفيف الضل المشاغب لا يحبك من ذلك الموزح طول الوقت حاول أن تحمل ريقناها أنها تنزل بحال واضطرت أنها تقول له بالكدور أنها لم تكن تعرفشهم وكتخاف الموكات في الحقيقة كتتحشم أنها تلبست سباحة التي أعطيت لها لكل شفت دراسة تلقيت بنا دراسة أهدم وما زالها كانت متاسم دور ورجو عليها بضيق جمزت البسيسة مالش فائفة كي يكرهها أو لا وما تتعجبوه ماذا لم يمتزح لها تأكد عندها الإحساس وما يقيد طول الأيام اللي داس كان كيت جهله في نفس الوقت كي يرقب بحال السقر كي يخلى بصمار وتعرف الحجم الحقيقي ما يزيد معاملته لأهله معاملته البيدرو أحيانا تكون أقل منها والنحيطها كانش كتشارك مزف الأهضراء ونشطات اللي يديروها كتبقى علم أسافة منهم خاصة هو حاميد كيتفنن في أنه يلقى الفرص كي يتكلم معه على غفلة من آدم ويدعبها ويدلق النوكات كي يضحكها وفي راس كي يحاول باستمرار يدمجها بناسه ويثم برحثها قرر في راس منه ويديرها كفوطة على كتافه وسوله شنو إحساس كنتي غدي تتفارقينها قريب لأنه لنفسي صراحة حزين كنت منها كنت بقسي معنا أكثر أول مرة كيف سحشي واحد موضوع الرحيل ودموع اللي كبحاسه منذ أيام حدث بالإنهامر ونزلت راسه ستسوى لبرقة شو حشت يا عائلتك رأى آدم قدي تتصل بوحد صديق مهم له في وزارة الخارجية باش يعاونك على السفر بلا ما تحتاجي تتبع الإجراءات الروسينية الطويلة اللي كتدر في مثل حالتك جوابات وبصوت مبحوح آدم غديش أرجع أتقلب على خدمة هنا في أوروبا وعلاش؟ أنا واثق أن والديك غدي تفهموا الموقف ديالك تقولي أنا بك رجل حاكم وقلبه طيب قاعدت عادته بأسة وألم كيتعن قلبهم اللي كتذكر بابا هاللي معارفش كيفاش غيكون الشعور دياله بعد الخسفاء دياله ويما ما تقدرش تخبره بسبب الحقيقي صعيب أني رجعني عيش في دار واحدة معنا بيلا بعدك شيد دار سوريا لموسع لي أهون من واجهة بابا ومفتح قدامه كيفي خيبات الأمل دياله في قلبه ومريد وقبلت أني نخدم على ذلك اللي أخذ بشي نوفر مصاريف العملية الجراحية واللي معارفش إن كان دارها ولا لا بالرغم أنني كنت مني أنه يكون دارها بدك الفلوس المسخة مش هات من قدامه بسرع لأنها ملقاش قادرة أنها تحفص دموها واقف في المعطبخ تلقات في حد الإبريق ديال الشاي ذل الآدم مش هكيت في الصحي يتفحص ذلك الوجه دياله كيتبليها باكي عابصة تكمشت حد الخيزانة عندما يدخل المطبخ بدك الفقراء أريد أن يأخذ واحد الكاس خاوي أرجعت للنور وصحت له المجال أكثر لكي يكون بليكس العاصر كان لابس غير شور ديال العمر القصير وهو أكثر حششان من هذا اللي كان لابسه في راسه حبيد ولكن تأثير وجود آدم قريبة كان أكثر وضع على أحسابها وأنهم مزوج وهذه الأخليات حسب الحرج وعدم الراحة انت عفضتها بلا سبب وطراجعت خطوال حتى سماعته يقوله مع الصد وعليش أنا الواحد اللي يستطيع ضردت الفعل منه وش كي يحسب لك أنا مختصي بأطفال او كان شبال ذاك الرجل يحاول يسعد ذلك شهقات زينا يمكنش أبدا تقارن ذاك الرجل الموثير القرض به ضايقة حصل الفكرة اللي شافة انها طفلة وشهدها كان كي يعتبر 25 سنة طفلة وشهدها وشهدها وكان هذا الشي اللي قدرت تقوله ووقفاته وربما سبب فضعته معها احساس انه ما يبغيهاش ولا كي يكرهه لانها أولا تحاضرة من كل الرجال وكي تتقف نوايا ديالهم ولكن في الوقت تحسب الشعور تجاه حميد وفراس وبيدرو لك شي اضطرته تعرف انه فعلا كان عنده الحق وكي يشبه شخص آخر اللي كتتكره بشدة وكتحاول قدر الإمكان ما تفكرش فيه رغم صعوبة هالشي كيشبه الخارج مش في الشكل ولكن في الطيباء الطيباء هم كيتشابه له حد حد كبير بزوجهم صاري مسريه الغذب مسيطر ما كيتقبلش الخطأ بزوجهم عنده موجود طاغي وكيقدر يكبل روحك منظرة او اقل حركة منه سهولة بطريقة ساخرة شون اللي كتقصده منطب توتر اعصابها وكي يطلع اللي من الفوق هكا وذيك النظرات دياله الحادة كتحاصرها دا هكا حركات يداب عصمية ودفعات كتقلب اول حاجة اخطرت على بالها بدون تفكير بصراحة انا ما بتعودش مقاف ونظر بعشي واحد هكا عريان تلاجع راسه بحدة بحل صفعاته عريان تم تم بكلمات من فهماش حسس بالحرارة كتطلع الرأس اخلته وغاضب تلك الحمقة دياله بعدي بعدي سولته ببلع قلت لك بعدي من طريقي كانت كتد عليه الطريق باش يخرج من جسد دياله فسحت له الطريق حريصة لانه ما يلمسهاش من يكون خارج من حداها وذات حركتها سفزاته لعنه ضرب الحيط بالقبضة دياله يخرج شفت زينه في كاس العاصر اللي خلا مورا قررت احباط انها غدي تبدي ولكن باللاتي غتي تهدن شوية خدت تلك الحقائب على السطح بشي بيدرو ينزل الزورق وبانوا السيدات الأنيقات اللي كي خطفوا الأنظار ديرين قبات واسعين بشي يوقيهم من ذلك الأشعة الشمس كي يملقهم الحماس والإطارة بعد أيام في البحر تشوقي القضاء يومين في فندق الثاخن وحيث ثم يلقوا الخدمة الجيدة معركز تجميل تسوق فكرة زينه بحرج انها غدر انها تطلب منهم انهم يقرضوها شفية الفلوس حتى يستقر بها الحال نزل الفراث وحامده من الأولى عاونوا السيدات من النزول من يبغى تنزل زينه شد أدم مندرع وصحاب اللور شفت فيه مسائلة وليكن جهلة وكي يحل الحبل وكي يلوح الحاميد قوزت جليلة أدم وش ما غتنزلش؟ جاوبة بوضو غني يلحق فيكم من بعد عندي خدمة قصة ضرورة نديرها أشارت الزينه وقالت فيها كاتبت تأذيك القبة هدية على راسة بيدة الخرى وهدك؟ ما جاوبهاش أشار البيدرو باش ينطالق لوح لهم حامد وحراس والزورق مده كي يبده يبعد متاجر للميناء وآخر مطبع فاقل زينه ووجه جليلة الغاضب وهاجمتها حفنة جديدة من الأسئلة لماذا لا يريد مشيش معهم؟ لماذا خلالها أدم معه؟ ماذا نبغي منها؟ دارت اللور ولكنه ما نقعتوش كان خسافا لقد تقلب عنه ما نقعتوش لف الحجرات القيلاس لفت القيلاس الكابينة القيادة لفت بلاز على السطح المكان الوحد اللي بقاني الغرفة ديانه مديلو ويما غديش تجرى أبداً أنها تمشي ديانه بلسس على السطح حتى يقرر بنفسه أنه يبان دازوا ساعتين وزينا قال ستحت المضلة على السطح كتتسأمل أنه يتقي هذه الحرارة الشمس القوية ولكن الجو كان خالق كتصبب بالعرق وكتسائل يمشى يمشى الناس من الحرارة المنعش وفي الحرارة كثيرة فاهمت أنه يعقبه على طريقة حديثة معه في الصباح شخص بحاله مغرور مستكبر وكتسأل لم يكن المشي بلاعقها مناسب وجديلاتي كانت تحمق ومديك المعاملة الباردة والمتعالية دياله معها تسينة سمح لي يخليسك تسني بان أخيراً بند الحواجو كيبان منتعي الشعر مبلل محسس بالغيد تقدم منه بساعة مساخر على شفيفه كان كان يكذب وما بينش لدك الأسف نهائياً ولكن فرحان أنه ضايقها مجاوبات وماذا كتفت أنها تشوف نصف ذاك الكورسي اللي مواجه لها قال وكي يضربوا حد طريقة متسلية وكي يهز ذاك الكاس للعاصر اللي قدامها في مشلسانك ضغطات على شفيفة بقوة خيفة أنها تقول شي حاجة تغضبوا منها حتى عندما هم بوحدهم وما كيش واحد اللي تحسامي بي أرجع اللور في الكورسي ديالو مراحة وكي يشرب من ذاك الكاس الموتالي اللي يجب استمساع مهم انتي ما عندكش الباسبور وما عندك تصور قاتل وبوطية ذاكي ما تقدريش ندخلي ما عندكش تصريح بجدخلي الميناء هذا يحاول فيرس وحاميد يلقى لك تصريح خاص بدعوة فقدانك الوراقك جاوباته بحدة لماذا لم تقول شيء من قبل حسن لم تخليني هكا حيار هذا الوقت كامل قفات مني عرفات انها بدأت تحسد في كلامة معاه جاوبة هذا مضيق حاولت اني نقولها لك الصباح ولكن كتش بغى تسمعيني كان هادش الليك صباح نقوله لك مني تخلص عندك حاولت انها تكون مهدبة وجاهد لومن بالأحمر سمحني ستبقى سيعلق بلي مدام جليلة كانت كاعية حسن لمشيتش معهم كان ممكن طلب منها اننا تبقى على الأقل باش ما تحسش بالملل ساسم بالسخرية كانت كاعية حسن لمشيتش معهم بالصحة ولكن كانت كاعية حسن لمشيتش معهم ولكن كانت كاعية حسن لمشيتش معهم ولكن كانت ستقضى بكتر ونخليتها هنا على قملك قلت لك من قبل انه لا خوف عليك مني انا كنقدر ظروفك كنحاول اني نعاونك بقدر استطاعتي وكنت نواز اني نهضر مع واحد مسحابي في وزارة الخارجية باش يسهل لرجوع ديالك ولكني غيرت رأيه قلت عدثوا بمرارة مجربي 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 لحيم و مجربي وبرزتك وقبيلت كأيتك وفي الحين سببت بشكل ما أعدى وكيف ينالبن هو أن توجد باللغة على حين سرع مدى السلطة لكي أتمكن من قرارة العبودة ومتردف هذه السلطة نهارا تسسلحظة كل المحاولات لتظاهر بشجاعة سبحاني والله لا أعلم كيف نسأل دائما خيفه وكان حساني بوحدي لا اعرف اش بمنطيق وانا اخدعوني اقرب الناس لي ما كناش ترجع لدارنا وما قادراش ما عارفش كان فكر في الحال ديال والدية وكيفاش تقبلون فكرة ديال الخسيفاء ديالي وربما يكونوا عارفوا ونبيل البلاصة اللي مشيت ليها وخامل الامل ديالهم بيا وبدأت كاسبكي بشدة وقف ادم من الكورسي ديالوت ثم غادي الحاجز ديال المركب اعطاها بظهره وبعد لحظات درعين دابو جهادي جهاد من بعد بحسب ان العاصفة ديال بكا ديالت ثالث غيات رأيي مني خبرني فيراس على القرار اللي تتخنتي وانك بغا ترجعيش لعائلسك وانك ناوية تبقى يتخدمي في اوروبا وحنا في رأي ديالنا انك ما زال صغيرة ما عندكش خبرة في الحياة واش بقى يبوح تكتصفقنا انا نعاونوك الى بقتي مصرر على رأيك شافت فيه بأمل وزعبها كلامه كل عام كنت نسافر مع حميد وفيراس بحضنة كنا كنا نعتمد على الفوصنا في كل شيء لكن هذه السنة الوضع خسالف الحمل والثقيلة لبيدرو حيث السيدات سمعانا ما كيرتبه حسن الاسرة وهذه الايامات اللي دوسيك ستكون مفيدة لذلك فكرت اني نعرض عليك انك تخدم مهلال القارب ويكون مقابل اجر بالطبع عاد غا نسعى واننا نخرجوا لكوراق رسمية حسن اذا ما تعرضنا لتفتيش البحرية كل وضع ديلك معنا قانوني وبعد ما تنساهل رحلة دينا غنكون نفكرنا في طريقة تتأمل لك ومستقبلك اذا قررت العودة لعائلتك غنعاونك في هذا الشيء ساوي القرار غا يكون لك في اي حال قاد سينا جالسة في بلاسة بعد ما شاء اخليها تحس بالسعادة ومصدقاش حتى اخيرا اعبنات لبعد الوقت ولقعت خدمها كتعرف ليها بلاسة حسن من والو افضل بلاسة ممكن تتعيش فيها ومقاد شافت هذا من بعد حسن جاء وقت الغضاء وطلب منها وتقادلها كشي شاطيرة تجلبها لي الكاملة بالقيادة كمنات لي ذاك شي اللي باقي ودعته مني في صنة وخدعته مني كانت المرة الاولى اللي كتدخل في عليك لقابلين كما توقعت خرائط ملاحية اجهزة رادار شاشات لوحات تحكم اشارات لمبات هالشي بحلي كتشوف في الافلام وغرفة مو الحاقة بالكاملة القيادة كتفصل لوحة نافذة زجاجية بعرض الجدار بلا ادم غالس ورا مكتب حاسوب محمول فسوح قدامه مانتباش ندخوله وانه تجاهلها درسا على حافة المكتب بلا بيتحرك ولا يدير اي ردة تفعله تأملت المكان مفوضل مكتب شريكة مجهز كل ما قد يحتاج لأي رجل اعمال الفتنة درها مكتبها صغيرة فيها واحد الجدار فيها مجموعة لا بأسمية من الكثب ودون تردد مشاتلهم بساسمة دخلت العالم اللي كتشقو كتش مقالي بشغف عند باباها مكتبها فيها مجموعة كبيرة ومتنوعة من الكثب كي قدريت نقل فيها المربع من عوالم العلوم والفن والأدب الرواية الشعر التاريخ السياسة بكل توجهاتها نيمكنش انك تشهر عقلك شي حاجة من معرفة ومتلقاش مكتبة تتواريدها علمها حب القراءة او احترام صفحات الكتاب علمها انها تحس كل غلاف كتلقي عصارة ديالفكر تقدريها وتحسر بها حيث ان اختلفت معه في الرأي عرفت ان الكتاب هو صندوق يخفي بين صفحاتي خفايا واسرار جارب من جواني بالحياة ويجعلك تشوف الدنيا بوجهات نظر مختلفة وثقافات متعددة تردات زينا انها طلب من آدم انه هي يعيرها شي واحد من الكتب باش تقراها وتمنى الناس انه ميرفدش نهدات ورسمتها وجهها ندرس حنين ظهرت عند آدم وقعته مخفى للخدمة وتراجعه في المقعد وكي يراقبها بتأمون قد ازبقتها في التفارج على المكتابة ومسات الوجود دياله سمحني إليك برستك ممكن ناخد شي كسب من هذا القرآن لو حبيت دوبلا مبالات ورجع لخدمته خذت لذات الكتب نجد الروايات وديوان ديالشاء وخرجت بسرعة قد قدت نفس الشي حاجاتها كلها كان شي بس بدأت تخاف بدأت الكتب وطلعت للسطح وشتكت قرأ وبدأت تلوق سريع اختفع جزء من قرص الشمس تحت سطح الماء من اسمعات صوت الزورق وقفهت قربات من الحاجز رجحت ان يكون بيدرو ولكن تفاجأت انها جليلة وشفت ان آدم تفاجأ بحاله وكي يستقبلها وكان نخرج بدوره من اسمع صوت الزورق من قلب صغرية جليلة غريبة كيف شرجعت ربقاتها بنظرها تقاتل بعد ما كانت جاهلة تكبر من قبل ما قدلش نخليك بوحدة لكن بعد ما خليك كل شيء ما عندك تدام في هذا الشيء ورغم بكور المرأة الواضح لان انا زينة حساس من راحة من رجعت هذه كان فكرة لان انا غدوز لي البوحدة ما عجبت رجل الغراب ما عجبتها تحكي بيدرو بخفوص وقرب الوضن ديال زينة وقال لها تكسات لي دوزاسة كانت شحي ما هتبمشي مع السي آدم كانت تظن انهم كانوا سعادة حتى تتخلصوا منها تحكي بيدرو بمرح تحكي مع حساجة صوت آدم حاد لا دع بحال تكرر الصوت من اعلى الكامينة ديال القيادة وش ما عندكم مشي خزبة ديروها تحركوا بسرعة وبعد العشاء دخلت زينة الغرفة ديالة متشامة وحاسة بالطيق استفزت هالسلوك دير جليل الغير اللائق في تعاملها مع آدم وذيك الحوايج اللي كتلبس في غياب خوها هو ما كيعلقش ما كيعسرش على لباس ديالة واسلوبها وذوك الأسواب تباح المكشوفة جدا وطاردتها المستمر لآدم ولكن ما كاش خطت تلبسها هكا شي غوب هكا مفضوح بحالكة في الموجود ديالو قعد عملها لصقف آدم لما ككل مرة كتقرب ليه بطريقة واقعة قدامهم قلسات زينة غائمة الوجهة لطرف الفراش قاب أملها فيه ضمن لازو حسن واحد فيهم لحده شرف كيحسار من صاحبه كيصول العرض ياله ولكنه ما كيخسال فشا لهم جاوب آدم مع جليلة ما زنطاش ما هسبتش بوجود ديال الاخرين ما كيفصل لغرفة الجولوس على المطبخ سحاجة كان كيهمس بشي حوانش في أذن جليلة طول الوقت كيخلاك تتحك تسمع ديك الدحكة ديال الموسيقية جلجل في المكان وفي مرة بسوا هكا على الوجه دياله حمرة الوجه ديال زينة بالحرج كي تجبر نفسها لانها ما تشوف اشتجاههم هش حال مرة هكا تجد هزراسة تطلق عينها بعينيه وهاكا تشوف فيهم عابسة بغضب حلّة حساس انه بتزم لابس وخرية وبعد مثل العشاء كانت بايدر وخليها تكملها لغسية المعين بوحثة يلا بغى تخرج تفاجأت بآدم وفضادة نعم فح واجب من تنساء الساخر اجلات الساو ساو ساو سابعات بله لا تسحسينها واش بخلش حاجة سي عادم قريبا انتحك وكي يقول له لا سيني البيتك ما صافي مقانيه بحتاجين كل ليله تسعينيه بشيدة وقلبها بدك يخفق فهمت انه مغيي هاي باعثة بشي السفرت بجليلة كانت نبيلة وقفة على فراش ببغى المريض بجسد مسوتر ماذا تعني انها لم تجربش على التليفون خمسية مع الصفر ديالة لم تتصلت بينا ولا مرة واحدة هذا شيء ماشي من عادتها كانت ثلاثة ثلاثة في الخدمة واشي لسبب ولا ونطقائق كانت تتصل باش من تبرطوش عليها جاوباته نبيلة بصوت ويكاتت حاشة انها تشوف عيني قدرت تكون عند الخدمة بالليل هزرها صبقه ومقلق لا لا هذا ماشي عضر انا من بداية لا تسفرها هذا ما مرتاحش كتحس شي حاجة ماشية وحزا هي كانت سبعة جباش الحال جاوباته نبيلة بسرعة سنحاول نتصل بادارة الفندوق ونخلي رسالة باش تصل بينها يلا ديري للطرس سنسافر لها بنفسي نشوف دخلات ماما قتليهم بعدما كانت قلسة ساكسة على طرس الفراش تهدى نسي المختار ان شاء الله نتصله ويكون خير لا لا قلبي مرتاحش حاس ان البنت وقع لاشي حاجة هذه كل اللحظة صورة الجرس ديال الباب نفضلت جاء نبيلة بدون سباب سولة بابا شنو كاين جاوباته مالوانا بخير وقفت ماما عبدو هول امشي نشوف شكل كاينة والليل هادا شو ما يجي دابا شدت نبيلة بدلعة وقالت بخوف ماما بس تحليش الباب سولة ماما عبده شوية تشوف دك الوجهة ديال المضعوب هلاشا بنتي اصبح الجرس دياله كيرجف بشكل الظاهر والجرس ديال الباب كيعود كيصوني تقطعت انفاسا وحفك ما تحليش فكرة اصبحت طريقة بحمومة بكره الشهر بقل ما يجي تصل باش حمرة ولكن سدد التليفون باش ما تجاوبوش كانت عارفة انه غايجي لابتساكين اكتشف دكش اللي وقع وغايجي انتقم منا خاصة وجهت الخبار ديالنا زينة انتحرات غوت بابا في مال وقفت حيرة ما عارفة شنو تطير تحيل ولا شنو تطير سيري حلي الباب دارت نبيلا عنده استادمات من نظرت عيني حبتت عيني للارض ما سيسمح لابا عمر ويسمح لابا عمر ويسمح لابا عمر ويسمح لابا عمر ويقدر قلب المريض انه يتحمل شنو غادي دير العارفة انه مجريمه ديال وانه حسابتت بالفلوس لراسه شنو غادي دير غادي سهر بعيد بدك اللي والد اللي في كرشها قوت ارجع دكت صانيت كيصوني طلقاها سعنيفة على الباب شت ماما قد تحل الباب وقالت بسوا تصر خاليد كده راول ديالة باس الحمد لله لسلامسك فين هي زينة؟ زينة مسافرة في شما رجعش ما تصلتش بكم راول ديالة كانت بلا خرجها ماما وقالت بها كانت تصنط عليها وليسولة الذين نرى ودائما بانها يمكن ما معتش كم سمعت ديكل اللحظة تسمي لها كي تشوف في شاقات فزع مني شافته بحل ذاك الامير ديالانتقام نظرها سعنيفة ماما وحساس بالوجود ديالة وركز عليها وبدعة خطوات كانت الداخل غوزتنا بلا بدوع حاولت تهرب ترجع للغرفة الهدوبة ولكن خاليد كان لحق بها بسهول مالا وراءة ماما تقوتت ماما وراها ومن كم تتجاهلها قال بعنف ماذا يحسب لك غصفلت بالعلنة وشعر شنو اللي درسي فيها الوادنة بالعنف كانت تقوت ندريت بها ذاك شين اللي بغيسين تتير بها بغيسين تزوج بها هي وقالت بعمل سوقن خاصة هيك ارجع راسي كالور بعنف حيث انتسير خيصة وحقيرة هاتش اللي كانت تسحقية دفعتوا عنها بقوة وطاحث على اترك كانت صحف بعيدة علي بابا هذه الساعة خرج وقبي ناسهم موجه والزرق من القلق والمرض وقفت مام هامده ولا عازه ما عارفه شنوا واقع شنوا يوقعها البنتي زينا شنوا درسوا بها بتو مبزوش وقف خالد كي يشوف نابيرها للأرض كي يبنع راسهم انه يخنقها ولا يقتلها وياكات قول بحال تفكيت منها تنيت منها ما كانش خصتها تكون في حياتي من الاساس شاكات ماما وياكات بكي شنوا درسيها بنتي فينا يخسك ماشي اختي هي ماشي اختي وكاتت فهمي عمرا مكانت اختي انا ما عندي اش اختي هلش جبتوها هلش جبتوها بحياتي جوابها بابا اللي كان كي يحسب الإنهاك شنوا يبنسي شنوا شنوا كيفاش اللهم الاعتراض اللهم الاعتراض دار باغي رجع لغرفة دياله بخططة خطوات متساقلة وكي يردد الجملة دياله بلا توقف مش هتكا تجري ماماها باش تتعدوا هكا انه دكا يميل قاتنا بنا نفسه بوحدة مع خالد وقفت بظهر قاتنا بجريب تجاه الغرفة دياله باش تسدها ولكنه الحق بها وشدها مرقبسة مستمزع انه يشوف دك الاحتقان ديال وجهه ودك صوت ديال الحجر جد يحسرها بصوابه وكي ينطق لا تخافيش مغاديش نقطلك دابا غادي رجع لك من يغلقه ديك ساعة قتلك قدام عينها قلت بصوت متحجرش القطور انا حاملة بولدك مهزز ولا شعره ولا ضررنا دك تصريح دياله قتله ولا غدين قتلكم بزوجة لعيتي حال تفع بقوة وصدح على الارض بعرف قلتس على الارض كانت تلهت وكي تشحق بالبكاء سماعات الباب الشقة وكيتسضمه رابعون بعد اسبعات صوت مهزز كيتسغوت من الغرفة تصفضت بابه الله وما أنجلس خالد سيارت وخريج التلفونه وطلب الرقم بعد لحظات وكي تشعر القارب بلهفة بعد اسمع لدك لكي تصل به وجد الاخت الابحار سوف يكون عندك خلال سواعه في اليوم الثالي رجعوا البقية للمركب فيما الناس يعجبوا ما تتغير خرج من فم هذيك الاخيرة سيلا جارفة من الكلمات الاسبانية المستعى وكي تشعر القارب وكي تشعر قريبا ما تشعر قد مدينة؟ وكي تشعر قد مباشرة وكي تشعر قد مراته معتاب مجرد حمرة جيدة وكي تشعر قد مجرد كأنها غير موجودة وكي تسمع لا يطور بسيطة وكي تحرير خدمة خاصة بزينة سوف تتسالي هذه المأساة لكم حقاة باني كل غرفة فجأة تعتصار حقائب تحرير من الشريات وتشعر عيني زينة فرحة تستعر قد أتبعها لا تسمعها إذا لديك وكنا تشعر قد أبرها كانت سعيدة جدا وحتى أنت لديك حس جيدة منذت أنت زينة لديت تحتاج نهاية قد تجد مجرد قد أصبح الأحدية المطاطية حقبه صغيرة في أدوات جميل كانت ذيكرة تتعارب المسينا لها بشدة والآدم حساوه برام سيعة منه وطلب قاعد يالون فاليرمون العاصمة السيقلية الجميلة يومين وتحرمت زينما رؤيتها ولكن كان عنده احد الكتاب كان في راس جابه لها عرف على اهم معالم مدينة ولمد على تاريخها وكان كي عسادر لابريقة عرف انه كسبة غد تشوفها على الطبيعة ولكن ان شاء الله نيس حل الامر غدي تشوفها كفيني هاتي مامك انك جبسي هالكتاب نشوفيه عليا توسعت بشي سأمس وكيس اما لديك الفرحة ديها لابدأ لكي سايب صغير لكي سايب صغير لكي سايب صغير انتقانوعة بزافة زين لا على العكس نسو ما عرفش المدد ديال شوق دياله واني نشوف ديال الاماكل على الطبيعة تكره الحلم ديال حياسي شوف اب حاناني مفهمتش لقصد دياله كان وعدك اني عنحاو نحاو نحقق لك حلمك ونخليك شوف قاعدك شو اللي كتمنى عبساد زينة عبساد زينة 10 ديال سبعيت كنت تذكر مليقة لها خالد انها حلمها انها الطفل عالم ووعدها بقوة انه من غير زوجه غير يخذها في رحلة معها حول العالم تكساعد سائلات وش كان كيتحقق وكان كيهضر بصدق والاسف كان بصدق كان غير يخلاء الطفل عالم ولكن كاسيلا كتسبع لكل رجل كيتفاة ثمن وتأخروا على عكس المخطط لهم كانت مدينة نابولي الوجهة ومنها كانوا غير يخذوا الطائر الميلانو تفاجأت في الصباح اليوم الثالث مليفاق تلقوا آدم سافر في شا عمل وبالطبع ساءت جليلة من السفر ديال المفاجئ خرجتها من دم وخصصا هي وما كانوا يتعاملوا بقعها كيهضر بقعها كيهضر بقعها وعرفت ان آدم هو الوحيد اللي كيقدر ان يمنعها انها الطردك الطبع ديال الشريلة مليكان مكانش كتبيينها وهذا الشي اللي اكدوا لها بيدرو قل لها بيدرو بالله آدم وحد المرة هددها اللي كانت فقدت أعصاب على اليكور في بداية الرحلة انه مغديش يسمح شي واحد بانه يهين شي ضيف عنده وانه غديحط على اول طائرات بشي البلد دياله يلا منازمتش حدود ديالها تأسف بيدرو على الغياب دياله وحتى زيناء لانك الليوم النصيب الاكبر من المزاج العاكر ديال الجليلة المتسلط حتى انه في يوم واحد خلت زيناء كسبكي ثلاثة المرات وحد الودني ديال بيدرو كيحمره بشدة وكي ينكامج بينهم لكي توجد لي دك سباب ديال ودك الالفاظ النابي ودك الشتائم باللغة اللي كان وصفه بيدرو كيما وصفه آدم من قبله باللغة الأزيقاء جال يوم تتعالي وفي الماساء كان هذه المواجهة بيناتهم كانت زيناء كانت تغسل المعنى كوي يثبط لا هي يشد الكزد القهوة دياله وشرف ندراته وشعار فعني كان شرف قهوتي بلا سكار ولكن هاد القهوة رهب سكار قتلها زيناء بوضو وقعدة بقدر المنصة سمحي لي يمكن كون نسيت عندي لك واحدة أخرى طرف دات زيناء بالفزع من يسرخات جليلها كفوجهة كدابة ما شي نسيت تعمدت أنك تضيقيني كل هنا يكيد اللي لوك حتى أنك وليسي ما قد تحسر بيتساو أحد وبدون توقع سمعت شددك الكوب قد ضربتوا على وجه زيناء كي عندك شي اللي في يديك القهوة سخونة ولكن مش مؤدي يحسر بيتساو زيناء مدهولة وغضب من تصرف ديلا الواقح عند الحامد وفيراس سعب سرعة قلت لك جليلها بغضب ساخر ها ما جاء الفرصة للنبيلين باش ينجدوا ديك النعجة ديلا مصغيرة خصم غلب فارس لم يغوار ثالث خسارة انه ما كيش هنا فيراس بغضب الجليل شنو درتي ديك الحمقاء بدت تكاسبكي زيني كتتحسب الشفقة على حال حال حاولت بدت دموع ديلا وجهها عمر بدت ديك الآثرة للقهوة فهذا الأثناء دكيت خاص محامد مع جليل وكان غاضب جدا بدوره حيث عمره ما كان راضي على دكتة صرفة ديلا هاكا المهينة كيشوف زيناء كيف شولاس ودك الحالة ديلا عينها حمرين بمكا فهمت زيناء ولا مدكشي لك يقول لك يضرب لإسبانيا ولكن نظرات جليل البائسة وجه اللي بحل وجه الموتى قلت توجه شفقتها جيسة تدخل فيرس بناس ومتفح حاميد حتى بدكي غوط صافة صافي وش حماقيت يشتش لك تقولوني كانت كاميليا ونيكل نزلوا بسرعة تمام لسمع صعوز حاميد وخفتت كاميليا بسعوقة ونيكل ما عارفة شنو كاين طلب فيرس من كاميليا انه ياخد جليل الغرفة دياله ويتأكد انها بخير اعترضت جليل مش هزمعهم بترسها للعرض دار فيرس لانت حاميد تقلب غضب وهاد شي بما لازم هذا الشي كامل كان لخط شي واحد يوقف على لحن تارك عارف ولكن صاحبي بشي بدك الطريقة سيحاول انك طيب شو يا من خاطرها ماشي دابا ما عنديش انا المزاج لليل شي دياله تلفت عن زينة مش هزمعهم دياله سمحيني لليل شي لدار تخسي كان أكد ليك انه عمار رغى سأعرض لك مرة أخرى اتجاه كفيراس حييت زينة من دلعب هزمع الحاميد سير البيسكا زينة سير السحي سير السحي كان هذا الشي اللي باغه فعل لان بعد ديك المواجهة المصيفة سمس غدال الغرفة دياله لقاس كاملية وقفز في الطريقة لكي لا تسمح لعدوز شفت فيها زينة بتساؤل ولكن كثبت انها تشوف فيها بنظرة حسيقان قبل ما تجاوزها وفي اليوم سير رجع كل شي تقريبا لطبيعة دياله يهوذو الذي يري العاصفة جالينا بعد شجر دياله محاميد ولسها ديال درجة لانتواء لانفسها رفضت نزل نهائيا والأول مرة كانت شفت زينة بدون مكياج على وجهها كانت كثبا أصغر سنين وأكثر ضعفا ويمسكي على الصدح ديال المركب وانضار الزوداء على عينها رجع أعدم بفلس النهار فلحات زينة برجع دياله مشاب بيدروا المرفأ باش يجيبوا وقفت في استقبال وكتحية مع الجامعة ولكنه مشابش فيها تحية مختصرة هاكا سلم على كل شي بتحية أحسن منها حساس بالبؤس فور موصل خدا حاميد وكارلوس لتابينة القيادة وغايفوا بداخل ديال أكثر من ساعة من يخرج بعد اجتمام توجه لبلسة لقاسة فاجالينا قلت حداها بس لها راسة برقة بالغة هاكا شد ليت ديها بنيت ديب شوش بقاكا يهضر مع بوحد صوت هامس شافتم زينة دورات وجهة بعيدة اليوم وشات الحجرة دياله وغسسة كبيرة في حلقة وقررت دوز بقيت اليوم في الغرفة دياله ويلة السدعاشي واحد دراسة مريضة مسخرش ولكن ليزاد من المؤس دياله انه مسوول لاتا واحد تحد ما فكر فانيائيا فكرات بياس اشكل هاكين غيكون في رأس وحامي تقالول الاسباب في الشيجار اللي وقال البارح واذا باكي يحمل هددا في سوء حالة حبيبس النفسية وقدر يكون دابع لاني انشمع بناتهم يقدر يتوصل لانها يثببت لهم بسفت المشاكل وخصة ضروري يبعدو عليهم لانه احتربكت لانه طريقة سعيش والريح لانه يعني يخصو محيض يبعدو عليهم حساس مسيق المشاكل على قلب بكبرياء مجروح خرج اسم لغرفة مرفوعة الرأس سيطلب من آدم ان يسمح لها قبل ما يطلب منها سيطلب منها كرام سمح فوضا طلق ها بيدرو واني شاف غادا بخير زينا طلب سيادم ترتاح واني كان وجد لشاء بوحد مدبات معها زينا بتاسب في وجهه سمح ليها بيدرو سأذهب مع سيادم وارجع لنعونك ولكن قبل مزيد خطوة قال لها بيدرو بلا سيادم بقى معها جليلة منيجا يحاول يخفف عليها ولدبت ها تنج شوية وسمع البارح يتخصب مع سيحام لأنه كان سباف ذا وقال وليس يتمنى أنه لا يعود يمشي ويجعل مرة أخرى طلعت زينا السطح ويا تحسب البؤس أكثر كل شي ساكت منيجا في الجهة وجهة جليلة بعد ما شافتها وخي أنت كتب ساسم عشافتها ويتجمع بضحكة قاسم وجهة حديثة لأدم صوت محوح وصعوبة حتى أخرج ممكن أن أضع معك دقيقة أبس أدم لا يمكن أن أجليل أن أضع الوقت أخر حتى سبب الحان قبل البنوذة التي أضع معها أصررت أنها تبلغ قرارها قبل أن يسبقها هو على العموم التي تريد أن نقول لك لا يسر لا يمكن أن نقول دعبة قررت أن يرفض الوظيفة التي عرضت عليها وكنت مني أن تسمح فيدروم لا يأخذ الميناء وكساعة ضب الراس يجب أن يرى حميد وفراس بحيدة يتسنى ورند كذلك زينا وقال بعد الحداث من الصمت سوف ينقش هذا بعد الأشياء دوروا جهة الخرائعة عند جليلة يبتسم لأبرقة ورجعها زينا الحجرة قبل أن تبدع في المكا والعهويل والشيق لم يجب فيدروم لقد دخلت وصدت على الباب وهي كانت سبكي نرمز على فراشة موجة أخرى من البكاء الحار بكات وبكات وبكات وكسر ومبكات طول حيات عمرة لم يكن تكلمة البكاء ياني كذلك تتغير البكاء ونواح بسبب وبدون سبب ولكن تشيل وقع لها كثير كثير ومع مرور الوقت تتعرف ماذا البؤس الحالة والورطة الكبيرة التي تحس فيها فراش تكون تقسف البكاء حسس بدك الخوائف الداخل دياله وقف عقل على التفكير وقلساس تشوف الحياة تساهمة حسد ضدق الباب الحجرة دياله رجلي لم يكن يشأن مهي الزوء حسد صوص عجز على أنه يخرج وشكول دك اللي يترق الباب يدخل بعد عدة تساهمة تساهمة ودخل آدم يشاهد وشاهد الشاح بعينها الداب لن يجري من كثافة مثلنا تساهمة ويشأن تحس بالأيها لا تتطلب لأنها تتحمل لأنها تتحرك في السجن وأنها تتحرك وحيدة بلد لا تعرف لا تعرف أن نظر رأسها قلس كل المعجل الزلسان على أن يقول ضمها بين دراها بحانان لا تفضل ودرت رأسك على كثفه ويجب أن لا تحس أن تشعر عيام بعد البكاء التي تبكاته مثل فلدك الإحساس بالأمان وبعد الحدث تبهد عليه آدم وتصبح أمور هكذا ستتعقد كثير وقف وخرج من الغرفة ويقول لا بقية ويرجع حركات مثلنا بلاصة بحيث بحيث أن بقية الأحداث أرجع آدم من بعد أعطي لها بلاصة 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 كمّلات من بعد ما شربتك الكوب ودرتها كعلى الطبلة يلا مثل حواجك حولي تنسي شوية ترسحي خرج مرة أخرى وصل لبا مرة فعلا محتاج الرحاة لبسا في بيجامته وتكور ورس على الفراش بحيث وليت صغير وبتسام على شفائفة كان حسب القلقة عليها وحضنها وعملة بحانان وتقطعوا أفكار عند هذا الحد وتحس في غيبه بدي النوم العميق وليرجع آدم بعد ربع ساعة قاناسة حجبانا معقودين جعب عركبين لصدرها شاكل وشفائفه وبتجهم كيشوف فيها برقة سحب عليها لغتا طفل هذا كل الضو قبل ما يخرج ويسد لبا مورا هلاث لهذا الجزء هذا ما بغيتش تخلي القصة باردة مثل هتها تحلاوة لكيش خليتها بصفة فاصيلة لكن أتمنى أنها سكتنع جبازكم ولو أني طولت فعلا لأننا تعودنا على القصة القصص 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 الكاملة شكرا للكون المستمع اعتبرا نوقف أن يستمع القناة شكرا لكل الإنسان ضغط على زر اللايك لكي يرفع من المستوى اشتركوا في القناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة